صباحكم فل صباح الفل ولياسمين وينما كنتوا وينما تصركم تصويرتنا وصوتنا سعيدة مش يكونوا معكم في اللقاء الثاني للأسبوع هذي اليوم 3.21 نوفمبر 2023 ننطلق على بركة الله من تاوى 9.00 صباح ونتواصل معكم ساعتين مزمن ساعتين هذو ما يهزون المواعيد مختلفة في مزالات مختلفة وينما يكون فما الخبر يكونوا بحضين ان شاء الله ضيوف هوني في البلاتو يحضروا معنا اتباعا وإلى أيضا عبر تقنية الستريمينج بعد شوية الدكتورة ثيتن تقطق طبيب رئيس بحثينا ومعنا مرة أخرى نحكيه على نوفمبر الأزرق نحكيه على محاربة ومقاومة مرض السكري اليوم نحكيه عليه من جانب خاص جدا نحكيه على السكري لداء الأطفال لداء صغار السن شنية الأعراض شنو الأسباب خاصة نتوقف عندها من باب الحماية والأعراض وكيفاش نجم ربما أنه نتلهيه بصحة صغيراتنا حتى ما يتفديش بهم الأمر أكثر هذا بشيكون موضوعنا في الجزء الأول بعد شوية مع الدكتورة ثيتن تقطق بعدها أيضا رانيا بالي بشيكون حاضرة بناتنا ومعنا ونحكيه على مراحل النطق لداء الطفل ونحكيه أيضا اليوم مجتمع مدني بحضور جمعية مغيرون اللي تتلهاي برشا وتخدم برشا على المناطق المهمشة وتخدم أيضا على الفئات الضعيفة والمهمشة نحكيه على هذا أيضا بعد قليل وكيف كيف اليوم عنا احتفاء خاص لحقيقة وبيفخر كبير اليوم بش نقدم خميسي من ذهب خميسي قرنا عليهم برشا أسيلوا برشا حبر في الأيام القليلة والسويعات القليلة الفارتة خمسة من خيرة شبابنا وأطفالنا قاموا شاركوا في مسابقة على مستوى الأفريقي وتحصلوا على المرتبة والجائزة الأولى في الذكاء الاصطناعي هذا وأكثر مع العلم اليوم الثلاث يجينا خالد أيضا في الفقرة الرياضية وصيري نسخاب في فقرة الصحة والجمال ننصد عاكم تقعدوا معنا تبدأوا معنا وتعدلوا شاشتكم الصغيرة على القناة الوطنية الأولى بعد النغم راجعين مواسلي مرحب بكم من جديد راجعين باش نحكيوا في مواضيع مختلفة لحقيقة أولى أولى الاهتمامات هي في ساحتكم وخاصة أنه نعرفوا أنه لقاية هذية تغير الفصول مع إن شاء الله يا ربي أخبار تقول مفيدها وأنه مليوم إن شاء الله تغيرات في التقس وإن شاء الله ربي يرحمنا بالمتر تردوا بلكم على الواحكم وخاصة باش ما نحكيه وشعال جريب ولي برشا ناس يشكيوا منهم بما فيهم مينة هوكا من صوتي وواضحة لقينا شوية وعكة صحية خفيفة إن شاء الله دونك ليس سلامتكم الفقرة هذية لسا دعاكم باش تتبعوها اللي طعنا بمرض السكري لدى الأطفال سباح الورد سباح الفل دكتورة مرحبا دونك قوس صغير برشا مرضى دكتورة للبريود هذية الفترة هذية دونك جيتني مريضة أخر مرة أنت زيدة هكا ولاي؟ والله هي تطلع وتهبط سوخته دون ردوا بيننا على المسنين المسنين والصغيرات خاطر هل تغيير التقس وسوخته سهي أم بخي فيزيبل معناها مش كي مستنسين قبل توا شتي شتي واضح ونلبسوا حويج نم توا نجم نهار تلبسيه في نهار تلبس شتي صحيح سبتو صغيراتنا وولداتنا اللي مشيوا يقرأوا الصباح مثلا كان ياخذوا اليوم خرجوا بحويج خفيفة لأنه التقس دافي دونك العشية ردوا بيلكم راو بشي تبدل التقس سويا على قل جي ليل العشية بشي أموا يدهور لي أنا بشي تبريد توا هكا إن شاء الله إن شاء الله التوقعات التوقعات تتجاه فما أمطار إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله أمطار رحمة وغيث نفا قل لي دكتورة اخترنا الموضوع هذية لأهمته ولأنه زدى ولينا نحكيه مؤخرا سنوات الأخيرة على السكر لدى الأطفال بالأرقام هذية مثبت؟ ايه هم نوعين هم برشة أنواع السكر النوع الكبير اللي فيه 85% تقريبا هو السكر من نوع الثاني ولي يجي نحن نسميه سكر الكبار ولكن تولي يجي حتى عند 25 سنة وأقل هم فما 10% من أمراض السكري جي عند الصغار وتسمى سكري من نوع الأولول نوع الأول هذية سكري معنا يجي إما ينجمي جي حتى عند البيبيت حتى العشرين سنة فهمت؟ فما حالات كبار ولكن أغلبيتهم صغار السكري هذية هو اللي لازمه لانسويلين أنا نحب نوضح شوية نفهم شوية هالسكر بصفة عامة باش نستفهم ليح لانسان كي يكل السكر السكر يتهضم ويتحول للدم ايه في الدم وقت اللي يوصل للدم يعمل إشارة للبونكرياس هي باش تتخرج الأنسويلين متاحا الأنسويلين هذية الشي عمل عنده دور كبير ياسر هو يهزها كالسكر هذيكا ويدخلوا للخالية هو كيما المفتاح يدخل السكر للخالية ايه والا اللي يقعد ساعتها ما يهزوا للكبد الشي قعد ستوكي غاديكا والخالية هي يحاولوه التعقى كي تصير فما حالات اللي تصير فيهم إما سكر هالسويلين موجود ولكن ما يعني نجمش حل الخالية وفما حالات ينقص هالسويلين هذو ما السكر نوع الثاني واضح السكر نوع الثاني هو اللي ما فهم يش أنسويلين عليش يقول لك شنو اللي صار هو راول توا الأسباب غير واضحة هو مرض مناعي يضرب ديريكت الخالية اللي يتخرج الأنسويلين اللي هما ليس يلول بيتا دولانغيرانس هذو ما ليس يلول هذو ما يضربوا يقتلهم العابدي هو اللي ما عادش عنده أنسويلين دونك ما نجمش يعيش بلاش أنسويلين السكر بش ينتفع في الدم فم حالات يفيقوا بها بالأعراض اللي هما اله أبرزها خلينا لأنه برشة ناس يقولوا والله ساعات فرجنا في برنامج تلفزي تتبعنا الدكتورة خوفنا نتبهنا لبعض الأعراض شنية أعراض السكري خلينا نتوقف عنها لأنه برشة صغير هي صغير ولا كبير هذي يرى يعطش برشة يشرب برشة يبول برشة فاش لا تنجم تصير وجاعة في الراس الصغير ساعات ما يقول لك شعندي وجاعة في الراس فهمت؟ والصغيرات ساعات ما يعرفوش يعبرو دونك يبدى طالع السكر حتى يوصل للكماء وما يفيقوا بيكين وقتها اللي هو عنده مرض السكري هو سبب في اللي صار عليه دونك هذو ما أعراض يلابد من الانتباه لهم وهو تحليل السكري الحقيقة من أرخص تحاليل دكتورة هكا ولا؟ هو روحات شي ما يجي قديم سلامتكم وشي ما يغلق على صحتكم أما هو بالحق فعلا من أرخص تحاليل نحن نرخيص وهنا قلتها برشا مراته دي ما نقولها راهو خمسين في المياه من غير أعرق السكري موجود وحد مش فيق بيه ودايوغ انت حتى مرضى السكر ساعات يقول لك ما عندي شي معناها هو حتى بيته يقول لك يسر الطبا مهولينها لحكي علش ناخد في دواء ونقلق في روحي علوك هنا لباس عليها نحس في روحي هو مش عارف اللي هذيك هراو بش يعمل له مشاكل من بعد بلخص يبدى السكر مش راكح شني أهم الأسباب يعني العامل الوراثي هو في يتبوب أنا مرحلة في فكر صغيرات العامل مناعي كيما قتلك المناعة متاع الإنسان تجي فجأة وحتى الأسباب غير واضحة ينجم يتولد بها نقص مناعة ما يتولدش بها ما تنجم تصير من بعد معناها فجأة إه اللي غلوبول بلان بتاعو إيه إيه تاكل هالالخلية متاع الانسولين يقتلهم ويموتوا ما عادش يرجعوا راه الخلية يموتوا ايه للتوضيح دكتورة تحكيوا عالخلية اللطفة ايه خلية اللي سايب الانسولين تتموت دونك واللي ما عندوش انسولين ويعيش حياته كاملة بالانسولين دونك النوع اللول يلزموا انسولين مدى الحياة به والنوع ثاني النوع الثاني هو اللي يقتل ساعات لانسولين موجود أما ما ينجمش حي للخلية دونك النجم ويعطيه دويات ياخذ دويات عادة ودويات هذي بش سهل دخول اللانسولين للخلية للجلوكوز للخلية فهمت دونك النوع الثاني بيدوا راهو ساعات بعد طول مدة كبيرة وما عادش نجم يركح بالدويات الكل ساعات يولي يستحق اللانسولين أما يسميش نوع الوقت يقديم نوع ثاني ولكن مستحق اللانسولين ممتس احنا عليش نخاف شوية يعني نخافوا كأولية نخافوا انتما نتصور زيدا انتما على صغيرات هذوما لانهم يستحقوا رعاية أكثر لانه فهم ساعات زيدا الدكتورة من وقتهم ما هم استحت عينينا ما كتعرف اللوم تحرس صغيراتها بقلبها بعينيها بكل شي دونك صغيرنا ما همش قدام عينينا طول الوقت اللومة اللي زمهم لهوة خاصة كيفش خاصة اللي صغيرات اللي عندهم السكري هذي كيفش النجم يخفي في زرق هم كانت قبل زرقتها وحمد الله تحسنت وتطورت ولد السلوات وياخذها مدى الحياة معناها كل يوم لازموا يعملك اللانجيكسيون متاعه يزيد السكر متاعه يتغير مع النهار بالاكتيفيته متاعه ينجمي معناها نردوا بالنا خاطر لانسولين كيما يدويه وينجم يخليه يعيش في حياة عادية ينجم يتعيح السكر كان يبدأ عمل الاكتيفيته سبورتيف مثلا نعمل السبور من غير ساعات نستلزه باش نقص الدوزة هذو ما لكلهم يتعلمهم وتتعلمهم الأم يتعلمهم كيف يبدأ موش صغير برشة زيدة هيت ناخذوا احنا حالات معناها في الخمسة سنين ستة سنين سبعة سنين تخلي يقرأ معناها تخلي يقرأ هالي الصغير هذي في عمر المكتب سنوات الأولى تي حتى لسيزيين دكتورة بشوي حد معناها هذا الواقع ينجم يقوم بروحه ويعرف وحده يعدل السكر متاعه وإلا حتى كيستشعر الخطر يكلم معلمه مديره يكلم والده هما تواهم في الحالة هذي الأولياء ساعة عادة الدواء والكل يخليهم عندهم هما ما يتعطاش لله والحاجة الثانية يعلموا المدرسين وفهمة أطباء المدرسي يبدأ موجود في المدرسة واسباق ديما يعملوا لك الصغير روت بركلة عليهم معناها الصغير هذي كيتحمل مسئولية كبيرة في صغر سنو وساعات يقول لي كوبيغان ويفهمش معناها ما يزمكش تاكل هذي وما يزمكش صحيح يفلتوا فالتات وطبيعي مع العمر يبدأ يتحسن بانتش بتعلميك لزيدا اللي هي عنصر مهم في محاربة السكري واللي معناها عنده السكري من الأطفال كيش نو يزموا يكل بالضبط زيدا حتى يمنع ربما المضاعفات وانو الحالة تمشي لنحو الخطر أكثر نعرفو صغار مش يدوش رواحة مقدم الحلويات هو مهم من أكثر الحاجات المهمة وانو كي يعمل لانسولين متاعو يلزمون بعد يكل باش ميتحلوش السكر خاطر يولي اخترت تتاح السكر أكثر حتى من اخترت لوع السكر فهمت؟ ورغو اللانسولين هذيه يعطيه فرصة باش ينجم ساحت يكل حويجاتها حلوة ولبنينا على خاطر بعد لانسولين ينجمي سوبير مي بحاجة هذيك حاجة بيها احنا في الطب ولد ليل الممنوعات صغير متنجمي تحرمو كل شيء ايه اما ينجميك كل شيء من المنطلق هذيه ينجميك دي كونسي دي صغار تحطو تعرفو شنوه خاطر لازمها برشة خدمة راه هي هذيه كل صغير ستنكا أباغ كل صغير لازمو خدمة واحده لازمو حديث واحده لازم أمو بو يفهمو مليح لازم ساعات المدرسة متاعو نحكيو معاه معناها راهي خدمة متاع النس كل معاه اعطينا دكتور احنا تعودنا بنصايحك عملية براجماتية الحقيقة في النصايحة اللي تقدمهم لنا كل ثلاث اعطينا وجبة صباح اللي تشد السكر اللي تخلي صغيرك مريض السكر نحكيو يخرج من الدار وانتي مطمئن عليه بش يغيب على عينيك كل معدل ست ساعات هذا المعدل شنو الغذاء الأمثل فطور صباح الأمثل اللي يحافظ له على نسبة السكر في الدم ومن خافوش عادي من أهم الحاجات الساعة هي القعدة على الطاولة راه على خطر هيك الماكلة المزروبة هذيك فمش ماكلة الماكلة يلزمها عشرة دقائق فوق الطاولة وندخلوها في عادتنا نس كل مش سهلة راهو لكن بش عموت كعريض يوصل هاي شحيح بش يخذ كاسة حليب يخذ مثلا شوية بسيسة نجمة شو تبدأ فيها شوية فاكية حاجة باهية وينجم يكل حتى تليتها مغار فيك فيه فهمت؟ نجمو ناخدو معاها عظمة مهمة بش نحطوها كالعظمة هذيكة بش يشبعك الصغير نجمو نحطو معاها اما غلة ولا خضر دخلوهم في عادتنا في فطور الصباح في فطور الصباح الخضر مثلا الجزر مثلا علش لي جزر يبدأ فاقوس بسبيس نجمو ناخدو زيدا كعبة تفاح فهمت؟ إذا كان هو شي هي حاجة وما زل كي تأزرق لانسولين بعد نصيف ساعة مثلا مشي شتي شوكولاتة بغي اكزامبل نجمو ناخدو شوكولاتة معا علش لي؟ هو الحقيقة دكتورة أنا نسمع فيك بنتي بها عليش مثلا أنا هل اللي سميتهم مثلا عظمة وكيسة حليب ومنعرشينا طفاحة نحكي على روحي أنا مثلا نفطرهم هذو مصباح هذا كان تعينا اليوم مثلا شوي خل نجوع نحب حاجات يشدو له السكو في بدنه أكثر المريض السكري مثالش ينجم يعمل كولاسيون معناها مع العشرة ينجم يكل حاجة ينجم عليش مقعد شكيكة يخذي غورطة مثلا الناتور التفاحة كما نجمش يكلها في الصباح يكلها وقتها فهمت؟ نتلهيو بالوجبة الأساسية اللي هي الصباح ونخليوها دي ما يخرج معه لومجا طبعا أقل حاجة نعملوها بلخص كي مش هلعب سباغ خاطر سباغ غشوفه السباغ ما تلعبش ولدك سباغ إذا كان عنده مرض السكري كل ما تستشير طبيب وردوا بيلكم المواعيد متاع الطبقة طبيب يزمكم تمشيولهم في الوقت معناها ما تقولش هاول دي مراكح والكل على خاطر شوف اللانسويلين بيد وراهو مش كما لا حريبش مثلا انت اخذ حربوشة ولا زوز اللانسويلين ينجم كل مرة يبدلو في الليداز طبيب متاعهو مسؤولية الأم لحقيقة ربيكم في عون كل الأمهات اللي عندهم صغيرات عندهم مرض السكري صغيرات كي يبدأ من اللي هو صغير يقبل مرضه ما تفجعوهش سخطوه أنا مهم مش ننصح الصغيرات لخلين خاطر راهي مشكلة كبيرة فكل نسميه نوع من الإرهاب ذاك الصغيرات اللي يبدأ عندهم صغير معهم ممريد بالسكري يوليوا يضحكوا عليه التنمر يعني التنمر تقصد التنمر صغيرات اللي للأسف هذا موجود في صفوف الأطفل في معادة هيدا شنو نجمو ننصحو اليوم صغيراتنا لأنه بشي عاشرهم احنا نقوله هذو ما من الأمراض المزمنة مرض مزمن ومرض مش ساهل كيفاش يتعايشوا معاه بأخف الأذرار ياخذ دوافي وقته هو إن شاء الله أنا ديما طوى مع المرض هذية نتمنى خاطر برشة الأبحاث برشة جيد يا راي وتو يخموا في الخلية الجذعية بشي يمكن معناها إن شاء الله أنا جيد ليس بواق إن شاء الله في هالأعوام القريبة فمشي تلقاه حلول هكا واضحة إن شاء الله به نختم معاك حول استراتيجية الوزارة للسحة سلطة الإشراف في تونس بمناسبة مرة أخرى نوفمبر الأزرق فم حملات توعية فم حملات تحسيسية وهل فم زيدة تقصي يعني دي بوان نقاط نجمه اللي في حالة الشك يمشي ويتقصات فيها هم اليوم نهار 21 في الشهر رمديجعة الـ 21 يوم اللي فيت وتعملوا فيهم برشة حملات تحسيسية وفيها تقصي اللي تزم والسقر ممتاز دوك هذي على مستوى المستشفيات العمومية المستشفيات المراك الصحة الأساسية تعملوا حتى في الشارع تعملوا برشة بربي كل حد في بلاستو ينجم يسأل ويمشي غاديكا ساعات بك التحليل الصغيرة ومش لازم حتى نمشيوا لبوغات واع نجموا في قبر واحنا طيب شاء الله ألف سلامة كما يقول صابر رباعي ألف سلامة للناس اللي تتفرش فينا الكل وما نخافوش الامراض ابتلائت ولكن نحاولوا أنه نعلموا نتعايشوا مع المرض نتعلموا نتعايشوا مع المرض وكل صغير هذيك سوختون هزوه بسيكولوجي كمارة ومهم ياسر بشو رأوا ساعات مرض عند صغير يطلعوا أقوى من العباد العاديين دونك ما تعتبروه مركز ضعف اعتبروه مركز قوة كل مرض هذيك صحيح والخوف اللي نعديوها أحنا ساعات نعديوها أحنا لصغارنا وخلينا نختموا بهذية بالحق إنا نعرف كهة معناها حالة من الحالات هكية الوليد عادي الحقيقة يعني الرفيه هنا عادي بخوند خل الأم ما هيش عاديها حتى تترفي تتحولوا هكالخوف متاحة أما روهم الصغار عندهم طاقة كبيرة بش يتحملوا في العمر هذيك يولي أقوى برشا يبدأوا أصحابه يتمنيكوا عليه وهمش حاسسهم بالحق والله العظيم تشوفك الصغار حاجات معناها تقول ملا قوة بارك الله ربي سبحانه الشخ لك إن شاء الله ربي يحميهم أحادي ما نقوله هما المليكة هما طيور للجنة هما المليكة اللي إن شاء الله يا ربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي هني بالو قلب كل أم أنا قلت غير عادي ولكن راهوا مع الأم ما فميش دينارهم عادي ومش عادي الأم هذيك بالفترة خوفها على صغيرها وما ساعات العائلة كاملة يوليوا يكلوا خاطر خايفين عليه هو يوليوا النس كل تكلتها بطريقته هو وهي حاجة بيها زيدا حاجة بيها لأنه مكلة صحية في نهاية الأمر مشكرك برشا دكتورا في التقطق يعني تكصحة إنك تخصلنا شوي من وقتك ونعرف لي وقتك الثمين الجيس الأبيض ويجيب أحدنا كل ثلاثة ديما أتأكد على الرياضة والحركات مع الأدوية ومع الغذاء الصحي وعلى فكرة على ذكر المناعة كوحدة من أسباب مرض السكري غدوة مريم الجاندو بأخاصائية التغذية هذا موضوعنا إن شاء الله استنونا غدوة الأربعة في الأثناء هذه بعض الحركات الرياضية يسبح الخير يسبح الورد والفل والياسمين والطاقة الإيجابية والضحكة لبنينة اليوم في خمسة دقائق كما عودناكم كل يوم في الوطنية خمسة دقائق اليوم ما بش نحركوا؟ لذبتوا لذي كده حسيس في الظهر في خمسة دقائق في البطن دقائقهم سعبه ولكن نحاولوا بإستخدام مؤدرة ونحاولوا المكسيما ونسهلوا نعطيكم الانسيس كيف يبدأ ونعطيكم الانسيس في السهل نبدأ نبدأ واحد يقف ثاني يأتي على ظهره لا ينسقي ثم نضح يجب أن نضع بي قوانا جميلة نحاول حالي تاين هنا اكذا خمسة دقائق بش نطلع حركيب هنا نطلع شوي البسان ونرجع نحط نطلق نخذر نشوي البسان كيف يش بش يطلع ونرجع ونحط يداي ايدي بانكا جسع لكيليبرا متاعي ثاني ثب ثاني 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 هيا يحيب يا انه هنا يبقى هل خير ماredي قبل المحوطه مغلوب complicated يجب أن يكون لديه مشكلة في الظهر أو لديه رغني ديسكال يجب أن يسلح لكي يكمل لإجزارسيسي مرتاح إجزارسيسي مرود لنطلق سقايا لا يجب علي أن نطلع المكسيمام نطلع حد دور حتى البسان نطلعه ولكن لنطلع سقايا بركة هنا يجب أن نطلع سقايا ونرجع قد تنفس حتى كان حسيته جائع فليزاب دوره ويزبني نكمل يجب أن تكمل إجزارسيسي خطر بدان بيانسيوه ومشي خليك تخدم بشي قلقك بشي حسك بشوي وجيع بشي سيبلك لسيلكتك ديما نتحرك نفسه هم سوفهم ده باتمان 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 ثلاث ام ده تخيار تخيار سانس سيس تهيب ويان نرجع نفس الشي تحرك ديما تحرك راح بدني بماكسيما في ظاهيري هي بان سايب لكن البطن المتاعه سايب نفس الشاي بش نطلع بسقيات عنديو ونحاول نطلع البسام تاعي من القاعة نحاول نهزه علاش بشوالي نضغط على الكتاف وعى الظهر بش نصرح ظهري ونقوّل عضلات متاع الظهر وعضلات البطن الجنيبية بش نطلع ونحط ثقيب بش نعلم دو اف كار تا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الكول متاعكم الراف الكوفية من نجمش من نحكيوش على غزة من نجمش مرة أخرى من نحكيش ما يحدث على الأراضي المحتلة وخاصة نحب نشوف أراء الشباب فيما يحدث في الأراضي المحتلة قلت وأيضا خاصة نسمعت لي عندكم برشا مبادرات حامزة يعني بلصفة طواعية تلقائية إن خارطتوا أنتم فيما يسمى بمد التضامني أول شي أنا نترحم على كل شهدية غزة ونحط يدي على يد المرابطين اللي غادي عسى أنه يخرج فجر جديد لتحرير تلك الأراضي مغيرون ما هيش بعيدة على السياق العالمي اللي اليوم نرى مأساة دولية منافية لكل التقوس والأعراف والقوانين الدولية والأممية في مجال حقوق الإنسان وهو اختصاب أرض وإبادة شعب قدام مسامع الجميع مغيرون خرطت في المدد التضامن ومرأة الجميع للأسف مغيرون خرطت في المدد التضامني سواء عبر هيكلها المجتمعية عبر الحملات اللي قام بالها للأحمر والهيكل الأخرى في جمع التبرعات وإرسالها إلى غزة كذلك كنا موجودين اتصاليا أنه بعثنا رسائل اتصالية في حمالات رقمية على أنه اليوم هذه القضية لابد أن تدول أكثر من اللي تلقائين المشاهدين نشوفوا فيها في العالم اللي للأسف هي صادمة إزاء الصمت العالمي اللي اليوم موجود بل إزاء بعض المواقف اللي راوها لا ترتقي أن تكون مواقف بشرية إزاء المجازر اللي قاعدة تطبق يوميا في أربع الغزة ومتواصلة إلى حدود الساعة للأسف انتهاكات ومجازر يندلها جبين الإنسانية وجدي أنت شاب قائد يعني اليوم المجتمع المدني وتجربة المنظمات والنشاط داخل الجمعيات يصنع قادة من نوع خاص القادة هذوما بأي عين ينظرون لما يحدث على الأراضي الفلسطينية اليوم وشنوى دور القادة اليوم اللي يعيشوا تجربة ممثلة مشابهة في أنهم يكون لهم موقف واضح في أنهم يأثروا هما أيضا يكونوا مؤثرين في الأوساط مخاصة في صفوف الشباب شكرا أول ما بش نبدأ المداخلة متاعي بش نبدأها ببيت شعر الإمام الشافعي يقول فيه ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجوا إن شاء الله إن شاء الله هو تفاعل نبع من المقاومين الموجودين اليوم في غزة نحن موجودين بقلوبنا يؤسفنا أننا منش موجودين بأسيدنا غادي لكن الصور وأن كانت دموية هي اليوم خلف الكاميراء رأوا أنه الشباب اللي موجود في غزة يبتسم لأنه يقاوم على قضية هي قضية وطن اليوم خرجنا من العروبة وقضية عربية إلى قضية إنسانية يشهدها العالم كامل فبالتالي المجتمع المدني تونسي وكل شيء بتونسي نتصور اتحدى على رأي واحد وحاجة سعيبة أنه الناس كلها تكون متحدة على رأي واحد وهو نصرة فلسطين اليوم حتى رأوا في الريزوس وشيو الناس كلها تهبط في الهيستوري وفي البيبليكاسيون وشير فيسبوك إنها تحب تعاون بأقل شيء على خاطر خطوة مع خطوة إن شاء الله نجمه نغيره ونجمه نقدمه ويؤسفنا أنه الراو حاجة كيفا كاية في فلسطين أكيد وأنا كنت أسأل لكم مزوز لحقيقة اليوم يعني كيفش نجموا من مواقعكم معنا اليوم وجدي وحمزة كيفش نجموا الشباب أنتم خصتان الواعي المثقف إنكم متوعيوا نحكيه على التوعية في صفوف الشباب لأنه نحكيه على انتهاكات على مر عقود سبعين سنة يعني قد يكون جيل الثمانينات والتسعينات والألفين ما عاشش ما يعرشش معناها وإلا يستحقش كون يفسر له أكثر ما معنى ما يجري اليوم على الأراضي المحتلة تقوموا بنوع من نوع التحسيس والتوعية في الاتجاه هذا حاجة به وهي مؤسفة لكن حاجة به أنه قعد تحير الموضوع متع القضية الفلسطينية على خطر كيف ما قلت الجيل جينيراسيون زيد كيف ما نقوله نحن ولا الجيل ألفينيات ولا التسعينات الحق حتى كان ينتمي للقضية لكن ما يحش روحه ينتمي لها جسداً وقلباً اليوم بحكم اللي ساير والتي العبادة كلها تعمل في الليري شيرش رجعت للتاريخ لأن التاريخ مهم جداً يوري لك من هو المختصب الحقيقي للأراضي الفلسطينية ومن هم السكان الأصليون اليوم في غزة وفي القدس بصفة عامة فبالتالي نحن كشباب نعملوا مبادرات كيف ما حكيها حمزة مبادرات نساعدوا بها الوضع الحالي ومبادرات للمدى البعيد أنه نحكيه وحتى عملنا حلقات نقاش تحكي على القضية الفلسطينية والهدف منها أنه يخلط يخلط للشباب وهذه مهم برشا لأنه ديما نمن أنه يخاطب الشباب المعلومة توصل بأيسر الترق نحكيه على برنامج أيضاً جيتونا بش نحكيه عليها اليوم لحقيقة نسعد برشا وين نتبع في خطواته سنوياً برنامج معاً ولكن قبلها خنحكيه على منظمة مغيرون اللي في اسمها أيضاً برشا حلم برشا أمل وبرشا الطاقة للتغيير والتجديد اليوم منظمة مغيرون منظمة وطنية موجودة في أكثر من جهة من جهات الجمهورية التونسية تعمل على قل قادة مجتمعين إيجابيين قادرين يغيروا مجتمعاتهم المحلية عبر تمكينهم سواء من مهارات مجتمعية ينجموا من خلالها يغيروا المجتمعات متاحهم سواء من معارف مكتسبات سواء كذلك أنه نخليهم ياخذوا مجموعة مهارات يخليهم يحلوا الأولويات متاحهم لأن منظمة مغيرون تؤمن أنه التغيير من الجمش يكون من فوق التغيير لابد أنه يكون من لوطة من القاعدة وهذا صحيحة هذا بالضبط بالضبط لأنه اليوم الشاب اللي موجود في السبيخة وفي دورهيشرة وفي السرائيلية وغيره من الجهات الجمهورية إذا ما يبدأش يحلل في واقعه الذاتي المحلي ويعتي أولويات هو يراها لابد أن تعالش حتى حد ما ينجم يغيره اليوم نظرية أنه الحلول طهبت من المركز وتنزل وتطبق هكاكة لأنه المركز أو أصحاب القرار أو دوائر ضيقة رأت أنه لابد أن تغيير يكون باللونة ذاكة وبالكيفة ذاكة اليوم ما عادش موجود اليوم لابد الشاب لابد أنه هو يقول كلمته وفي جهته لأنه أكثر واحد أكثر واحد ملتسق بالواقع متاعه وأكثر شخص فاهم أولوياته وما يصلحها واللي فاهم وإلا مش فاهم كما ينبغي على الوجه الأمثل شنو ما المجالات اللي تكونوا فيها حمزة لأنه هذا يستدعي نوع من الثقافة البوليفالانت يعني متنوع للشاب بش يكون عنده هالوعي هذية والإحساس هذية وينخرط في الأهداف اللي قلتها سيدك تو مثلا من المحاور اللي اليوم نخدمه عليها من أهم المحاور على الأقل هو التمكين الاقتصادي وفهم كيفية أنه الشاب يصنع القرار أو يكون شريك في صنع القرار عبر المنافذ اللي متاحة سواء بإعطاء أراءه سواء بالجلسات الحوارية اللي تقام في مجتمعاته المحلية سواء الانخراط في العمل المجتمعي عبر هيكل مجتمع المدني اللي تتيح له الفرصة بش يعبر عبر مبادرات أو عبر أنشطة تطبق في المجتمع عادة المحلية متاحهم هذي من أهم المحاور اليوم نتناولوها لأنه نؤمنوا أنه ملف التمكين الاقتصادي والمشاركة المدنية المسؤولة هي محور تكوين شخصية الشاب التونسي ليكون قادر أن يكون شاب قائد قادر على التغيير الإيجابي هو أنتم تسمعوا قادة حمزة ولكن هذي المفهوم الأسمى للمواطنة نحب نخلطوا نخلقوا مواطن مسؤول وكفة وجدي أنت شيء قائد في برنامج معن التجربة كيفاش استفتت منها اليوم يعني خلينا ناخذ مثال أنموذ الشخصك أنت بالنسبة لينا كتجربة نحب نلخصها في أنه المعرفة ما تنبع كان من الذات فبالتالي مشروع معن ومشروع القادة بصفة عامة هو أهلنا بش أنه نتكون ونعرف رويحنا قبل ما نقدموا غدوة في المجتمع وفي الحياة المهنية متاعنا وفي الحياة حتى الاجتماعية فبالتالي معن أتيحها لنا الفرصة بش أنه تتكون وتعرف روحك وتقيم روحك مهم برشة اليوم أنه نكونوا نعرفوا نحنا شنو نحبه وشنو نكرهه ونكونوا في عدة اختصاصات على خاطر البروجيه معن قايم على لفورماشيون سور لكوتة تيوريك والبراتيك اليوم نحكيه على الليدرشيب لي هو كونسيبت موجود وقاعد يتعرف أكثر في تونس نحكيه على توسكي سوفت سكيلز ونحكيه من بعض على هارد سكيلز ليهو مهارات حياتية نستحقوهم بش نرثبت وجودنا وكي نحكيه على قادة ما ينجم يكون قائد إلا ما يغير روحه فبالتالي يغير الحومة متاعه ثم يغير المدينة متاعه وعليش ليه غدوة يغير الواقع اللي نعيش فيه في تونس إن شاء الله وخدمت ويسر يظهر لي فيه مغيرون حمزة كما شغلت على المناطق المهمشة والمناطق النائية والمناطق الحدودية واللي فيها نساب الفقر والجهل أيضا برشا دونك هذو ما من هنا يبدأ التغيير أيضا لأنه مش الناس الكل تبدأ كأن نحكيه على الأسلاح القاعدة ليهبدوش من هوني اليوم نحن نقوله لابد أن تتعامل هيكل مجتمع المدني مع الشباب ليس مجرد أرقا والدولة زيدة لازي بدأ أن تتعامل مع الشباب في المناطق ذات الكثافة السكنية عالية أو المناطق الحدودية كمجموعة أرقام أرقام ندونهم نعملوا بهم دراسات ثم ما نتوجهوا لهم ليه منظمة مغيرون انتعاملت مع الفئة ذيك أصحاب قرار في المنظمة أنه اليوم نسمعهم نسمعوا أعراءهم نسمعوا مساهماتهم الاستراتيجية حتى في بناء الرؤية الاستراتيجية للمنظمة عليش لأنه الناس هذو ما ينجموا أكثر ما يكون ملتسقين بالواقع التونسي فاهمين الواقع التونسي فاهمين الأبعاد الاستراتيجية للمشاكل اللي موجودين اليوم في المجتمع التونسي ككل أول شيء لأنه هما أكثر احتكاك بالقضايا المحورية اليوم كي ترى شباب مثلاً ما حيت الضامن أو من دور هيشر أو غيره من مناطق ذات كثافة السكنية عالية ترى فاهم أكثر الواقع من مناطق أخرى عليش لأنه يعيش في المشاكل المشاكل جزء من حياته لما يحكي لك على المشاكل يحكي لك بين زفرين كوميكسبير يحتيك تكييف بالضبط يحتيك تكييف وكيف الشراء فذلك عليش مغيرون تحاملت مع الناس هذوما هم أطراف فعليين في بناء عقلية تغيرية في المنظمة وخلقتوا علاقة تشاركية يعني ولا شريك ولا ند للند وله صوت يستمع مش كان في الانتخابات يجري وراء الأرقام اللي قلتها أنت على ذلك الانتخابات قوس صغير وإحنا أيام قليلة تفصلنا على انتخابات المجالس المحلية شنو أدوركم في هذية وفي تكوين الشباب وإحنا الأصدقاء الأولى من ند والصحفية من مصدر رسمي لليزي قول وأنه أغلب المترشحين من صفوف الشباب بالضبط الفرحة كذية مثلا حمزة اليوم أنا كان عندي لقاء الأسبوع الفارطة مع سيد رئيس الهيئة لليزي فاروق ابو عسكر ومغيرون عندها حاليا تحضر في شراكة إطارية مع لليزي وكانت عنا مساهمة في أنه ندفع الشباب أنه يقول رايو مش بالضرورة يكون مع فلان أو علان مش بالضرورة يستفوا برافلان أم يقول رايو حتى يحط ورقة بيضة هو موقف ويدون بأرقام ويصير موقف فكان عنا إنتاج الإنتاج هذية من إنتاج مغيرون مقطع مصور هو الآن موجود في باجاليزي وتزيع في الإذاعة الوطنية يدفع من خلاله شباب مغيرون بمقطع تصويري على أنه الشباب لابد أن يقول رايو في المحطات الكبرى اللي جاي عن قريب المحطة الانتخابية مش بالضرورة رايو في فلان أو علان ويشارك ويشارك لأنه المليحظة اللي انطلقنا منها هو أنه نسبة كديرة من المترشحين للانتخابات مجالس المحلية من صفوف الشباب وهذه مهم جدا السباب المسؤول لشباب اللي هو إراه أنه قاطرة للحلول نحكيه على برنامج معاك وجدي لإدماج الشباب في الحياة المهنية ونعرفه أنه من بين أوكد الإشكاليات الإشكاليات اللي ثورة كاملة قامت لأجلها وقت نحكيه على البطالة ونسب البطالة والمطالبة بالتشغيل هو اليوم نحن نعانيه من مشكل في تونس بسيفة عامة اللي هو النقص فرص العمل فبالتالي ولينا نحكيه على العباد والتي تستحق أكثر بيش تفرض وجودها في ساحة العمل اليوم فبالتالي مشروع معا يخولنا الفرصة بيش أنه تتمكن بيش نجم غدوك يتقدم الديبلوم متاعك بيش تمشي تعمل تكون حاضر على خاطر مهم برشا أنك تعرف تحكي أنك تعمل أنه تقيم روحك وتقدر نفسك ومجهوداتك بيش توصل قدمها قدام شكون فبالتالي مشروع معا هو عبارة على مرحلة مهمة في مراحل الشباب ديجا سيب اللي نخدم عليه هو من 18 إلى 29 سنة في أمين الشباب تحاول تسعدي ما بيش توثبت وجودها اليوم في سوق الشغل فبالتالي مشروع معا يهيئنا الفرصة بيش أنه تنجم تكون موجود بالثقل متاعك بالتجارب متاعك كيفش حمزة اليوم انهيئوهم يعني كان فهمتوا مليح واجدي يعني تهيئوهم لخوض تجربة لانتخوتين دمباج بغموضها بهولها بالمخاوف اللي ترافقها في كارير متعشيب في مقتبل العمر في بداية المجال المتاعه هذا هو يعني هيئوهم المرحلة هذي نفسروا شوي مشروع معا حاليا هو مشروع معا هو مشروع مجتمعي بدع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قاعد يخدم من 2018 إلى حد هذه اللحظة بداية في مرحلة جديدة هو التمكين الاقتصادي المشروع اليوم يقول لابد أنه نصنعوا قادة قادرين عندهم مهارات وإمكانيات نعلموها لهم من خلال البرنامج أنهم يندمجوا في الحياة الاقتصادية اللي موجودة في تونس ككل سواء بالمهارات اللي يطلقاوها أو بمجموعة التدريبات اطلقاوا الشباب القائد مجموعة التدريبات بعد التدريبات هذه مارسوا وشاركوا في هاكاتون وهو عبارة على مسابقة 24 ساعة يقدموا مبادرات مجتمعية يطبقوها في مجتمعاتهم محلية ثم يجي لجنة تحكيم وتختار مبادرات وكان وجدي هو ممثل ولاية بن عروس قدش فيزوا هما في الجملة؟ أربعة مشاركي أربعة مشاركي وجدي هو ممثل ولاية بن عروس واحد منهم بحذنا والمبادرة متاعه الآن ستطبق في بن عروس يلا شوقتني أكثر من هاكا تشويك مفميش سنة المبادرة متاعك سنة ملامحها سنة خطوطها العريضة بش فست وجدي بش نحب نحكي شوية على الهاكاتون اللي هو أهلنا الفرصة بش أنه نحكيه على الانيشاتيفة ذايا اليوم الهاكاتون بالنسبة لينا كان تجربة استثنائية بالرغم أنه الكونسيبت على الهاكاتون ما وش جديد علينا نحن كشباب مشارك في الحياة الجامعيتية والحياة الاجتماعية اليوم عليش نحكيه على الهاكاتون استثنائي على خاطر زوز حاجات سباب له لاني اللي هو وفخور برشا أني نمثل مجموعة اللي متكونة من آية شماع وطارق مصمودي وفراح علوش اللي هما زيدة ربحوا معايا اللي إن شاء الله راوهم زيدة بحذنا إن شاء الله راوهم معنا في فرصة قريبة المبادرة متاعنا بش اللخص هالك في إنها تحت عنوان المصنع الريادي هي مرحلة سيب المتاحة البلوتو اللي زي ليف متاع الباك اللي يقرأوا سنة رابعة من التعليم الثانوي عليش نحن اليوم نعرفوا فما مشكل في الكونسيبت ريادة الأعمال فبالتالي الشاب اليوم ما يلقاش البيئة المؤهلة ليه في نحكي في نفو متاع 18 سنة يكون مغيب عليه ما معنى ريادة الأعمال اليوم نحكيه على شاب يقرأ وما يعرش هو شنو بش يعمل غدوة كي بش ينجح في الباك جوست يعرف هذا سورتينا نحكيه عليه يعرف إنه بش يمشي الـ X فاكولتي سولان سبيسياليتي متاعه حبينا ندخلوا حاجة جديدة إنه يكون عارف مستقبله فين اليوم بعد 10 سنين 15 سنين اسكو السبيسياليتي اللي اختارها يحب يكمل فيها ولا لي فبالتالي نحن خدمنا على التوجيه والكوتشين كمرحلة أولى في الإنيسياتيف متاعنا ومرحلة ثانية هي التكوين النظري والتطبيقي في اللونتخوب خنغيا بش تكون مقسمة المبادرة متاعنا الأربع جماعات على خاطر مدة التنفيذ بش تكون شهرين الجمعة الأولى بش تكون بالتنسيق مع أربع لسيات بش مبعا نعملو كل كمبيتسيون بناتهم الأربع لسيات هايضا بش تكون الجمعة الأولى هي كوتشينج ووريونتاسيون بش يعرف روحوا الاليف فيه بش يمشي وشنون الخطوة متاعو مرافقة توجيه وتوجيه هذا هو اي في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية هي فورماشيون ما معنى ريادة الأعمال واللونتخوب خنغيا المرحلة الثالثة هو عبارة على هاكتان صغير يعيش الشاب التجربة بش أنه يخرج بإنيسياتيف يكون هو صاحبها يعرف كيفاش بش ييمولها ويعرف كيفاش بش يطبقها غدوة فبالتالي بش يكون فما الاسبيب براتيك متاع الانيسياتيف هذي بش تخرج فما كيل المناظرة في الليسي بش يكونوا جوري متاحا الاسيد ذا متاع المعهد هذيك مبعد على أربعة معاهد بش نعملوا كمبيتسيون غيجيونال فبالتالي اللي بش يكون صاحب الجائزة لولا هو اللي بش نمولوه نحنا في الانيسياتيف اللي ربحنا فيها قيمة 12 مليون وخمسة مين ممتاز وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون شوف محليهم الشباب يأخوا بيد الشباب بش يحقق أحلامهم ومشاريحهم ويستقلوا بذواتهم فخر الحقيقة مرة أخرى حمزة ما نجموش من أنحانيوش قدام مجهودات على الأقل قاعدة تبذل على الأقل فما الناس يحبوا تراب البلاد هذي وقاعدين من مواقعهم يحاولوا يغيروا دونك اليوم هذي من أجل وقع أفضل بزرات اليوم ديما عنا شعار في مغيرون نقولوا وحدك توصل أسرع مبعاظنا نوصلوا أبعد مبعاظنا لما تتكاتف جهود الشباب واللي يحبوا البلاد هذية ويحبوا يقدموا يخرج برشة إبداع وبرشة تطور وبرشة تقدم اليوم رأى أنه تونس فيها برشة كفاءات الكفاءات هذية لو كانت تتحط وتتعطالها الفرصة نقدموا أشوات كثيرة كيف مارينة في برشة محطات كان التونسي يصنع المفارقة في العديد من الأشياء لما يصير كارثة طبيعية طلقة التونسي وقف كتفا اللي كتف بيش يقدم اليوم اللي صاير في غزة أنه العبادة الكل تكاتفت حتى الناس اللي ما عندهاش اللي يخرج باك ومقرونة يقول هذية إينا نعطيه الإخواني اللي موجودين في غزة هذا المودال النموذج الفريد من نوعه حير العديد من ناس التونسي رجل ومرأة للأزمات يصطفوا العبادة الكل بيش ينفعوا بلادهم بيش يكونوا متكاتفين مع الأحداث العالمية ككل رغم أن الظروف في تونس بحد ذات التنجم تكون صعيبة في بعض المحاولات مسيرش ويؤثرون على أنفسهم ولو بهم خصاصة بالضبط هذا التونسي اللي بالحق فخر اللي نفرح برشا كرا عليش مرة أخرى ننحني للمبادرات بالمجتمع المدني اللي قاعدت عاضد في مجهودات الدولة ولساعات تخدم فيه ما هو مش قاعدين يخدموا فيه السلطات الإشراف نسعد برشا وقت اللي تجيونا بالفكر بالوعي بالالتزام هذية وبالمحبة تونس شكرا لك وفي المتابعة يتبع إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة شكرا لك واجدي أيضا وإن شاء الله لبلتوا هذية على ذمتكم وذمت كل الشباب وعلى فكرة هذه عينة محليها فقرة هذية بالحق تنتصر لتونس وتراب تونس بعد عنا خميسي من ذهب زيدا نستدعاكم باش تستنيوهم وتشوفوهم لأنهم خاضوا تجربة مميزة على مستوى الإفريقي وكينوا خميسي من ذهب وتحصلوا على الجائزة الأولى بعد النغم ضيفتي حاضرة سباح الفل والياسمين مجددا لكل من التحق بينا في صبحياتنا هذه يديما نفس الموعد يهزنا لبعض المواعيد القارة كيف ما الموعد هذية مع رانيا بالي كل ثلاثة سباح الفل سباح الوات سباح النور والياسمين مرحبا أنا رحب بك رانيا لأنه معاك نحكي ونخوذ في مسائل صحية زيدا تهم صغيراتنا وتهم أطفالنا اليوم مرة أخرى نحكي وعليهم في علاقة بالتمكن اللغوي متاحهم اليوم التطور اللغوي الطبيعي عند الطفل شنقصده به قبل ما نعرفه شنية ملامحه أول حاجة اللي هي باش ننشوفه أنا إسكي صغيري قاعد يحذر معنة الكومينيكاشون متاعه للغة متاعه قاعد يفهم مش معناتها فما كليم شنو فما معناتها ببياج وإلا وإلا صغير اللي هنا قاعد يعني متعطل على النمو وتطور اللغوي وقتش نترحو ساعة السؤال هذية ما كتعرف أحنا ساعات تبديوا مزروبين الأمهات مستعجلية فمتحبوا نطقوهم حتى هم مازالوا في عمر صغير برش وقتش نترحو على رواحنا لأسألة هذية بيهية كما قلنا أحنا هيا دجا بدنا بكلمة التطور يعني كل مرحلة من مراحل الولادة بتبيعة منذ معناتها يكون الطفل رضيع مهمة جدا يعني الكلم راهو ما يجي شكيكا تدنكو دي ما فما مراحل دي ما فما علامات الأيكيد اللي أحنا بيش نبديه لهنا نقسمو فيهم نقوله مستاد زيرو يعني مصفر مجمع لولة بتاع الزغير أول حاجة حتيكشل ثلاثة شهور دونك لهنا أول العلامات اللي هي الزغير يبكي دونك الزغير اللي هنا أول حاجة اللي هو يبكي خطر فما أصوات خطر فما عالم جديد معانيتها بدي يتوجد ويكتشف فيه أكيد فما حست حتيكشل ثلاثة أربعة شهور تريزا أمورتون حست الأذن زيدة كي سمع نقوله أحنا باب تربق لازم ينتبه فما أصوات برشا تلقاه صغير بيانسور في العمر هذي صغير منا جوا مشي تحكم لي في عينيه لي تواصل البصري يعني بشي حالك راسه ما نحز الصغير باركزامل إذا سمع صوت وإلى حاجة بكي دونك هذي كأول العالمات المفروض تكون موجودة ديما نأكدو على العلاقة بين السماء والنطق هذي علقة حكينا فيها مرات ومرات ديما نذكر أنت بديت لنا مصفر نبدأ معك نرجع شوية لطيلي رانيا لأنه يشيع وانت تصلح لنا أنه حتى في بطن أمه المفروض وأنه هالحاسة هذي يسمع أصوات ويعرف ويتعرف على أصوات ماماتو باباتو على الأقل ويبدأ يتعلم من غادي اللغة صحيح هذي أكيد أكيد علميا علميا صحيحة خطر يبدأ هو التكون يعني التكون الدماغ وخلايا الدماغ والمناطق الحسية الإدراكية للوب في الدماغ يعني منذ فترة الحمل لدي الأم وإذيك ديما نقول أحنا نحن في فاز الفتوس يكون في فاز دوستوميلاسيون يعني يكون في الخلايا تقعد يعني تنتبه للأصوات متاع الأب متاع الأم ديما أي حاجة يعني أي أكتيبيتي أي إكزرزيز تقوم بي الأم في فترة في فترة الحمل بتبعها مهم جدا للنمو الدماغ يعني دونك ما هوش بدعة ما عادش بدعة أنه الأم تسمع صغيرها موسيقى أنه أم تسمعه قرآن أكيد تحكي معها نجمو نخدمو على حاسة اللغة من اللي هو جيني أكيد هذه يعني وقعت عليها برشة عديد يعني من الدراسات وأثبت علميا أنه في الأشهر الأخيرة يعني من الحمل يكون البيبي الحواسم تكون يعني تنجم تستقبل بما نسميه أحنا اللغة الاستقبالية ممتاز دونك هيدا في الثلاثة الأشهر الأخيرة حكينا على الثلاثة الأشهر الأولى ننتبه لحاسة السماء وبعد أعطينا حاجات أخرى خطوة خطوة خلينا أكيد من الأرمع شهور توابش نحكيه حتيش للنص عام يعني حتيكش للستة شهور دونك البيبي لهنا بشي بدأ يميز بين سوت أمه وإلى أبوه بشي تبدأ فما يستعمل عادة اللي نعرف البكيه هو أول وسيلة التواصل لدارة بشي يستعمل البكيه متاع ومثلا كان يحس روحه جاع كان حس روحه اتقلق دونك لهنا يعرف إلي البكيه اللي هو وسيلة التواصل يعني معادش يبدأ البكيه جست يعني عشوائي لك بشي يعرف البيبي لأكثر بشي يكون البكيه متاع ومحدد إلا إذا تلب حاجة معينة وإلا يكون متقلق لغة معناها البكيه متاع الببي لغة بطبيعة لغة مرة تمرت قدامي تحليل لأنواع البكيه متاع الصغار ومن البكيه تنجموا يفرقوا احتياجات الصغير مهم برشا الانتباه للصوت البكيه متاع صحيح برشا دي مامو كيف نسألوهم تعرف البكيه متاع ولدها وقتش جاع يحب يرضى وقتش مثلا متقلق بش تبدله الكوش وقتش يبكي بش يتحمله دونك لهنا كل أم يعني تركز في نوعية البكيه متاع صغيرة تعرف المتطلبات والحاجات والحاجات متاع به سؤال على اخوذوا طرفها اخوذوا كما تحب المهم الأسألة اللي تجولوا بخاطر سيدة المشاهدين صغير كل يبكي وراني هكذا ولكن مش صغير كل يتكلم بعض مليح دونك مش ديما العلاقة مثبتة يعني مش ضرورة يعني صغير كل يبكي ولكن تنجم بعض يتعثر ومستويات مختلفة في مهارة اللغة هذي شنو الحاسم في الموضوع هذي هذي هوا ناس من خلال المراحل اللي بش نكمل فيها بش نفهمه بالجداء كما قلنا 4-6 شهور يبدأ ينتبه لصوت الأم متاعه خصيصا يعني كي تدخل وإلا تتكلم ينجم هو يعبر بالبوكيم يعني متاعه بش تحمله وإلا بش تردع وإلا حاجة دونكم بعد من 6 شهور حتى يكشي لـ 8 أو 9 شهور شنو يصير يبدأ الزغير اللي هنا إذا من المفروض إذا يعني صار صوت قوي وإلا حاجة يبدأ يتبع بعينيه يعني هون فما حاسة السمع وفما حاسة زيدة زيدة البصر دون حكينا سمع نحكيه توا بصر أي التمييز التمييز البصري زيدة نعرف الزغير بعد 6 شهور نعطيه الألعاب اللي هي فيها الأصوات يعني مش معقول نجيبوا لعبة اللي هي فيها موسيقى بحضة الزغير ونقوم إنا نحل الزغير باركزوبل ما يتلفتش وإلا كيف كيف قلنا بش نسكر البيب وإلا الأم تتكلم وإلا ينجم حتى 8 شهور يعني يفرق بين صوت البو بخلف بخلف هذيك ينجم الزغير يعاود دي جراجون قلوا إحنا وإلا ببياش يقعد يكبش في حروف معين با 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 ماما دي دي لهنا حتى تكشي ثمانية شهور نجم أنت بش تعرف صغير كلي هو قاعد يستقبل وقاعد زي دي نجم يعاود نجم أنت تقول نفس الصوت هذيك وهو يعاود بعضك مباشرة ممتاز هما أسهل أسوات اللي ذكرتهم أنت تاوى حرف الدل والب والم الأسوات اليوم يعني لبيال نقول احنا بش في البي والم والبي والدي اليوم هذو حاجات ما يستحقوش ما همش حروف حلقية وإلا يستحقوا ونفسوا قوي وإلا بش ننزلوا بش على أعضاء النطق يعني من المفروض ثمانية شهور أي صغير يبدأ يلعب بالأسوات هذو وينجم يعودهم على الممام بالمنطق بالمنطق هذي وقت مفروض الصغير يقول ماما بابا هاو الحروف هذي وماللي دي جا بدي بيهم قتلي توا يعني من المفروض أنه يتقن بالنسبة للعاء بش نحكي وإحنا اللي هي الحاجة اللي بجيت بها اللي هي اللغة الاستقبالية لازم كيما صغير يفهم كيما صغير يتكلم راهو دي ما أنا نقولها دي جا حتى يعني للي بارون في راهو ما فهمش صغير ما يفهمش بش يتكلم يعني في العام من المفروض أصلا الصغير يقول ما بين عشرة كلمات لكن زي لا تكون إي ناس عندوا لغة استقبالية شمعنيها معنية كتقول له أعطيني كورة يعرف الكورة كتقول له ويني صباتك يعرف صباته حتى كين ما ينجمش ينطقوا إلا فما تخو بالداختوكولاسيون يعني ما ينجمش يجمع الحروف لكن صغير اللي هنا يفهم وينه الببروم بتاعك هيا نمشي ويمد بيده قل باي باي نجم يعمل حركة ذي كمتاع بيده باي باي لكن إذا موش موجود هذا أكيد بش نلقاه وراهو يعني اللغة مفقودة على ذكر اللغة الاستقبالية رانيا مهم شو صغير ولا من مهم شو وقت اللي ساعات نعطيوه نفس الوبجي نفس الشي بلغات مختلفة مثلا إنا نقدم له الحيوين هيدا نقول له قطوس يكلموا يقول له انشا يقول له كيت يعني ساعات نعملها هيدا معمول بي وخاصة نعرف تولي جون ماما يجون نعطيوهم بالطريقة هذي وقالا ما همشو احنا هذي دجا عمنا عليه سيجي نجم سيد المشاهدين يرجعولو كات يقول قطوس بالإغلاق وقلنا جميع دو بيلانغ وإلا تري لانغ أفون تروازون طوح مش قبلة لفاسمين بيانسور وإلا في حالات إلا إذا انا فريمون عندي ناس صغيري تمكن صغيري بش ما يحكيش كمبلتما لكن تسبب في تركيب الجملة مشاكل في نطق الجملة يعني صغيري هنا يبدأ عنده برش بيجاج لانغ وستي لكن نجم تلقى الجملة فيها شوية انجليزية فيها شوية عربية وهذا يسر بابون ما تنفضلو احنا كيف نحكي بلغة نتقنوها على الأقل تلاث سنين تدخل فيها انه يلزم لغة الأم معناها من المفروض هو انه لكلنا نحفقوها بعد تلاث سنين احنا وقفنا في العام دونك من العام حتيكش تولى العامين دونك المفروض اللي الصغير كما قلنا اول حاجة نحصله الفهم عنده يفهم لزوبجي يفهم الحاجات الموجودة يعني لزوبجي الموجودين في الدار شنو واساميهم حتى ما ينتقهم مش بالكدامة الفهمة اللي يزونز دا معنا كل حاجة باركزمبل بروسي بدأ يعرف حتى يذيها لغة رو يعني حتى بروسي يعرف اللي هو بش يمشوت بها سباط بش يلبسو الحويج متاعه اللو عب متاعه فالهنا نبدأ في استاد متاع اللوجيك لانجوستيك يعني الواعي اللغوي اللي هنا يبدأ صغير يوظف أكثر وبطبيعة ما يوصل للعامين إلا ما يكون يركب علق قلب شما وقولوش احنا بين الكلمتين وبين ثلاثة كلمات بسيطة ممتاز نزيدو نتطورو شوية بي وقدمو حتيكش لتلاثة سنين لهنا بش ننطلقوه أكيد للجمال بسيطة يبدأ صغير يميز بين الأحجام كبير وصغير يميز بين الألوان يميز بين الفرم بين الغلال بين الخضر يبدأ يعني يميز اللغة الموجودة يعني الموجودة بتبيع اللي هي أول حاجة للأسرة دونك ويحاول الصغير يكون يطبق الناس من ثلاثة سنين يطبق اللي مستعمل فيهم اللغة كيفاش يعني أول حاجة بش نفهم أنا صغير يحكي وإلا ما يحكيش بالكده في ثلاثة سنين اللي هما لفاس دو كيستيون كيف تسألو لازم يعني في جيو دونك ثلاثة سنين من المفروض يجيبك شنو اسمه شنو اللقبه عمره شنو يقرأ شنو أحافظ كي حافظ أنا شي دقصر شوية شوية قرآن تبدأ عنده يعني زاد معرفين نقولوا أحنا متوسط بتبيع ثلاثة سنين مش ممتاز جست يقتصر يعني على الألوان على الأشكال دونك هذي هو من المفروض يسيج وأكيد كيف نوصل ثلاثة سنين وما نلقاوش هذي هنا ندوا سنكي يزلنا هكا الحيرة اللي نقوله الحيرة الإيجابية اللي تخليك تهز صغيرك للمختص وتتسائل من المفروض قبل الخمسة سنين عمر التمدرس يعني التحذيري يكون حاضر صغير أكيد من المفروض خمسة سنين يكون اكتسب اللغة اكتسب المهارات صغير بدي عنده الوعي اللغوي يعرف يفرق بالعكس يبدأ يعمل في علاقات مع صحابه في الروضة تقاوم يحكي وينجم يعاود صغير قصة يعني وينجم حتى يندخله في استدل الماجيناسيون يعاود عليها من مخ يعني بالانتاج الذاتي اللي هنا للغة مش يقتصرت اللغة اللي يسمع جسد يعاود وليه واني فما توسع يعني في الزيد اللغة ويمتعه ممتاز احنا هاكا اخذينا الستة سنين اللي هم حاسمين هاكا واللي فيهم هما نعرف صغيرنا لباس وانشاء الله صغيرتنا كلها لباس وإلا فما مدعاة للقلق نشكرك برشا رائع عايشك بك عايشك ومبروك اللوك الجديدة عايشك هذه ساعتنا لولانية ساعتنا الثانية قلت بش نحكو فيها على الخميسي اللي تقلق وخذي وحسد جائزة في الذكاء الاستناعي ثلاثة منهم مش يكونوا حاضرين بناتنا ومعنا بعد قليل جائزة وتتويج واستحقاق وطني يجيبوه توانسة خمسة من خيرة شبابنا مش تراو ثلاثة منهم معنا بعد قليل في الأثناء هذا عنصر مصور حرافية في اختصاص العنبر الامضاء الحسني دبيش مدام كيفش تور المنتوج هالتقليدي هذا كيفش تجم تقدم هنا وحكينا على دار العنبر دار العنبر هي مختصة في صناعة العنبر واب عن جدهم دار المؤذن يخدموهم لكلهم وانا جيت تعلمت عندهم العنبر هو مواد نباتية مثل في الصندل والقماري والعود والمسك ومعها زيوت وعطورات تتعجن وتولي عنبر نشكلوها نعملوا منها السبحان نعملوا منها ديبيجو نعملوا منها ارتكل ديكادو كيف الزيتونة كيف الكواترو نعملوا منها برشا حاجات مزياني احنا ديما نجيبوا الحاجات للنادرة مش موجودة ما قديمة ونحاولونا نصالقوا فيها ونعودوها ونقدموها للحريف اقبال اقبال موجود شوية مشكلة الحمد لله شوية والله اقبال كان خير الاقبال على العنبر و شوية نخدم مع الوزارة مع الجمعيات المسوغ اللي يروا فيه في المحل خاص بجهة معينة ولا لكل جهات الجمهورية لكل جهات الجمهورية الناس الكل تلقى اذواقها هنا مش كان الساحل ولا جربة ولا هو اصلح نوت هذا جربي اما نعملوا لجهات الكل وتعجبهم العباد المسوغ متاعنا عربي شوية قديم شوية يعجبهم وياخذوا منه والصيح ياخذوا شوية وسيح وين هي تاو ما فماش سيح برش اما تعجبهم الحاجة ياخذوها يجي ويقوها عنا ياخذوها الحمد والله هو صعيب شوية للعمر خاصة ان التخليط متاع وتعب شوية وخدمت التعب شوية يلزم يتنظف بعد ماشي يلزم برش يتعدب برش مراحل فيه جهد شوية مصبر مدام حاجة نحبوها يلزم نصبر عليها نخدمها بمحبة ماذا في كلمة اخيرة شنو الصعوبات شنو تطلب شنو المطار بنتاعكم والله ترويج ترويج ما فماش فين روجه بالحق والدوان وطني صناعة التقليدية فماش معارض عندكم معارض صناعة التقليدية في مارس نشاركو في مارس الكرام الصناعة التقليدية في شوية قبل الحمد والله داخل جمهورية مماش معارض لا لا ما مشوش حتى تمشي ما تبيع شي روح كما تمشي كما تجي كيف تقعد حية الصناعة متاعكم كما تبيع شي كيف اشتاعم وشنو في الأضمح ليل مشي بش تبقى حية ان شاء الله ان شاء الله تتحرك منه هاك ان شاء الله ان شاء الله ربي ما شجي وبعدك قاعد يتعلم في الصناعة ولا جيل جديد بعيد على بعيد بعيد هي خدمة تطلب برشة صبر وبرشة برشة مجهود وجيل تاو ما يحبش ما يحبش يجهد روح يحب الخدمة السهلة وان شاء الله تبقى موجودة عليش لا هي خدمة باهية والعنبر ريحته بنينا برشة والناس برشة يحبوه ان شاء الله ما يوفيش ان شاء الله حتى قماش اقرأ في جبايب اذوكم اذوكم جبايب قدوم برشة عندهم مئة سنة خمسين سبعين سنة احنا لموا الحاجات النادرة مثلا الشرك اذوكم تابعين اللبسة اللي تحب تلبس لبسة عربي تلبس معها سياغتها نعمل ونحنا نحاول نوفر يصبح الفل يصبح اليسمين يصبح النجاحات والتقلق ودراب تونس مرة اخرى اللي ترفع المرة هذية وكيف ما برشة مرات الحقيقة في البلاتو هذية في البرنامج هذية يجيوا بحدنا شباب هما اللي يرفعوا استحقاق وطني هوني بحدايا الخميسي اللي يحكينا عليهم برشة وتونس كيملا حكيت عليهم في استحقاق افريقي المرة هذية ايا ام الزين سباح الفل سباح الخير سباح الورد انتي طالبة بجامعة خاصة في ذكاء الاستناعي خليني يقدمكم الكل ونرجع نحكيوا على المسابقة هذية محمد عزيز ام الزين سباح خير سباح الورد سباح الفل والف مبروك لكم الكل ومحمد رجايا كيف كيف طالب بجامعة خاصة في الذكاء الاستناعي سباح النور محمد سباح الخير سباح الفل خليني نبرك لكم ونهنيكم ونهني وروحنا لحقيقة لانه المكسب اخر التونس واقلعوه شباب تونس ايا خلينا نحط ساعة المسابقة هذية في اتارها لانه مصبح ونقول مسابقة على مستوى افريقي المرة هذية على المستوى الافريقي شاركوا فيها 54 دولة اكثر من 866 اكيب اكثر من 3700 متشارك في المسابقة هذية ونحن ترشحنا ضمن 8 في النهائيات اللي مشينا اديسها بابا جمع لي فاتت مشينا اثيوبيا ممتاز يعني كيفش سمعتوا بالمسابقة هذية محمد يعني تحذيرات كيفش بديت فما تصفيات فما مراحل خلطوها قبل اكزاكتما بالضبط احنا في اللول بالكل شوفنا ببليسيتي على الفيسبوك قلنا علش لا منجربوش حظنا دونك عملنا التسجيل كانوا فما مراحل في اللول كان فما ربع نهائي من ربع النهائي انتقلنا النصف النهائي من نصف النهائي مشينا للنهائي والحمد لله فالاخر فزنا يعني قنات موتة والحقيقة محمد عزيز يعني صدقا كنتوا تتوقعوا انوا بيش تخذوا التجربة وتكونوا مش مش تقول من الاوائل كنتوا الاوائل يعني البرت ملول لنية كانت منافسة شريسة ما كناش كانت معناها منافسة شريسة وكناش متوقعين معناها بش نربحوا وبعد كيف قالوا كوغني باث ولنا نحايتوا فرحنا مش نرمال فرحنا فرحة هستيرية والحمد لله يا ربي معناها ممشيش تعبنا كاكا ونجمنا نفوزوا معناها الحمد لله دونك هذي انتصار جديد بش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل ولكن انا دي ما نقول في البلاتو هذي نقول لراه اليوم عنا ما نقوله في مجال الذكاء الاصطناعي اي يا بالكيشف اليوم هذي هذي واقع اليوم هذي ملموس من خلال هالمسابقة هذي اللي خفتوها انتما صحيح اكزاكتما هالمسابقة كانت تتمثل في انهو البروجي اللي بشي يعمل اكثر تأثير على افريقيا اي ونحنا اخترنا الايديوكاشن اخترنا التعليم على خطر هو اكثر حاجة ينجم يعمل تأثير ايجابي على افريقيا اي مش على خطر عنا الاستشارة الوطنية صباقة الحقيقة قولوني صباقة للبروجي متاعكم مشروع متاعكم اي هو من سبتمبر هو المسابقة الهاكاتون هو يدوم 48 ساعة في العادة لكن هذي المسابقة دمت شهرين من سبتمبر ونحنا في المسابقة هذي والفكرة والفكرة كيفش خذتوها توانتوما ساعة خليني نفهم انتوما خمسة انتوما خو ميسي او كتخمسوا على رويحكم خو ميسي اشتغلتوا على الفكرة كان صعيب انو تتفقوا حول فكرة واحدة صعيب وانكم تشتغلوا على موضوع واحد اختلفتوا شوية اعطيونا شوية الكواليس محمد مثلا اكيد احكيلي شوية على التفاصيل هذية اللي ما نعرفو هايش في اللول بالكل احنا نعرفو اللي لفريق عندها معنى افريقيا عندها برشة مشاكل كي تطرقنا شوفنا المواضيع معناها متاع مشاكل افريقيا قلنا اللي التعليم بالحق يلزونا نعملو فيه حاجة دونك اتفقنا اننا باش نخدمو في التعليم الكلنا لحقيقة كنا منسجمين متوافقين لكلنا باش نخدمو فيه البروجين بتاع التعليم خليني عاديني اتوفا نروحي ما نعرفشنا عندي حتى دراية اخي شنو ما مشاكل التعليم هنا في التونس وفي الفريقي اخي شنو المشاكل اللي تخلي باستدعي انكم تتوحدوا باش تقاول حلو اين هي المشاكل اللي جلبت انتباهكم المشاكل اللي جلبت انتباهنا انه فما اه ما قلتش الكلمة بالعربي مستي تقولي بالفرانسي والا الدي بخسون اللي ما همش انكلو في المجتمع فماش اشخاص مرخرتين في المجتمع كيمة منهم الاشخاص المصابين بالتوحد قلنا علش لم نمشيوش للكومينوتي هذي نعاولوهم ندخلوهم معنا في المجتمع صورتو اللي شفنا احنا باكي عملنا دير شارش وابحاث وكل اكتشفنا اللي فما 13 مليون حسب الاحصائيات امتاع بدمت مصابين بالتوحد في افريقيا دك وبنيتو الفكرة على هذي انه الفكرة كان فهمت مليح محمد عزيز وانه تدمجو ذوي الاحتياجات الخاصة والفئة هذية بشكل خاص اي نحنا علش اخترناهم على خاطر كيمة النجم نشوف البرد كان عنده طيف التواحد ايلين ماسك عنده طيف التواحد بيلغيس عنده طيف التواحد معناها العبادة ذوما عابيقرة نجم نقولوا عابيقرة اما ملقاوش فرصة بش نجم عندهم عندهم مشكلة في الكومينيوكاسيون نحنا قلنا علش ما ندونجو مهمش علش ما يوليوش معانا معناها بش نجم نحسنو من تونس ومن الافريق ممتاز وتو مواعين نتصور انه هذية منلف دولة لانه مطروح على انظار وزارة التربية ادماج الذوي الاحتياجات الخاصة وما فيهم اطفال طيف التواحد في المدارس دونك الخطوة بعد الاتفاق حول الموضوع ايش نلوجو كيفاش نحنا بدنا سامحني بروشيرج اول حاجة للمعلومات حول الاشخاص ذوي التواحد حاولنا نسأل المعالمين اللي قريوهم خطرهم وعندهم زاد فكرة اكثر حاولنا نسأل الاباء متاحهم وبعد ما تحصنا على معلومات قاعدنا نلوجو كيفاش ننجمو نحطو فالسيتواب متاعنا الديسير بشي عوناهم هما فهمتم ليه عملتوا التشخيص واستعنتوا به بالناس أقرب الناس للأطفال هذو كثوا سواء خصائيين وإلا معلمين إطار تربوي وإلا العائلة المصغرة بنيتوا على المشاكل هذا بنيتوا على التشخيص محمد اكيد جيتوا من هوني احنا بدنا منها اولا الحقيقة لقينا صعوبة في تلميذ المعلومات حول الاشخاص المصابين بالتواحد سيرتوا لتونس خطر كيش همش مهتمين برشا بالأشخاص اللي مصابين بالتواحد كي كلمنا على دي 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 يقول لك شكون سكر مثلا هذيك مش موجود ما نعرش اكستر وهذا الموجود احنا ندول وفيه يوميا هذي هي الصعوبات الحقيقة في إدماجهم في التعليم العمومي خاصة والمرافقة مشكل المرافقة ومشكل ميلي وميدي يترحوا أيضا باش نقوموا بالصغيرات هذومة وروفرونهم أحسن الظروف دوك الحلول مشيتوا في أنها تكون عملية اكيد حاولنا احنا اننا نعطيه هي حكاية مهاش سهلة حتى ترى في خاطر تتعامل مع شريحة نقولوا احنا سبيسيال معناها مش كما الأطفال العاديين يلزمك تعطيهم يجربوا يرجع لك فيدباك للحلول متاعكم مع بعض العينات هكا هكي هكي أنا الحقيقة هون ما نزمش من انحانيس قديم هالذكاء هذي متاعكم لأنه اليوم من أش خليني نقول من أكثر الملفات شائكة على أنظار وزارة التربية محمد عزيز ليه كانت الحلول متاعكم خلينا نفهم شوية المشروع هذي عملنا سيت سيت ويب يضم دي سيرفيس يضم معناها بيش يعاون بيش نعاون بيهم الصغيرة ذوما أول حاج ذوما تدخل للسيد بيش تلقى كل سؤالات نسؤلهم لك بيش النجم نقربو لك معناها الصغير متاعك عنده صعوبات ولا مثلا نعطيه عشرين كستيون ونشوفوه الصغير معناها ينجم عنده حاجات معناها كيما ينجم يكون عنده التوحد ولا أعراض عراضي معناها موجودين عنده صغيرة ذا ولا وهكا تكونوا عاونتوا برشة أولية في حالة حيرة وشك لأنه برشة حتى أحنا كتفرجوا فينا ساعات يقولولنا اترحوا الموضوع وراهوا كترحتوا الموضوع فطلنا اللي عنا بعض العالمات في صغيرنا متوفرة دونك هذي المرحلة لولاني الخطوة لولا من بعد ونبعد عملنا لهم حاجات بشي خليهم نعطيك مثال عملنا سيرفيس اشنو يعمل الصغير عنده مشكلة صغير اللي عنده مسابطة واحد عنده مشكلة بشي عبر على على مشاعره دونك عملنا سيرفيس يكون فيه نعطيك تصويره مثلا عبد يضحك عبد فرحان عبد متغشش وطفل ينزل على واحدة من الإجابات إذا كان هو بشي قوي من الذكاء من الذكاء العاطفي متاعه ممتاز وعملنا وسهلوا التواصل وسهلوا التواصل وعملنا زيدا أي حقي نجم صغير يكتب أي حاجة وردو هالو كقصة والقصة ذي كيف ينزل عليها ينزل عنا بوتان ينزل عليه يولي نجم يسمع بشي يولي انت ركتفش وحبينا حطينا صوت صغير بش تقوش عليه صاحبه ويحكي معاه دونك دونما ينزل عليها يبدأ يسمع في الصوت وفما كتصور يخرجوا كل ترواز سوق حسب القصة بش يقعد هو أشك يقعد ديما لاهي يقعد ديما لاهي بالحكاية ذيك ويقعد معناها وفرنا له بلاتفور انكلوزيف ممتاز دونك لجنة كانت موجودة عليش يقول في التعليم وفما مواضيع أخرى كما الصحة مثلا وإلا الاجريكولتور الفلاحة بالضبط ممتاز البلدين المشاركة شكونت نفستوا مع شكون شباب من أي دول حسنا من جزائر فما جزائر ربحوا 30 بلاس فما من ناميبيا فما من غينيا فما برشا فما 47 دولة هما تشاركوا ممتاز دونك اليوم بهالاستحقاق اللي رجعتوا به هذية واللي بالحق معناها اليوم محلوهم شبابنا اللي قادرين وأنهم يخذوا مسبقات على مستوى عالي وكبير كما أفريقيا ويتوجو الأوائل يحللكم الشيء هذية لمشاريع أخرى نحن معناها تمكننا بالفوز الجائزة كانت 10 ألف دولار 10 ألف دولار 10 ألف دولار 10 ألف دولار ونحن نقدم معناها مستثمرين ونحن نحب المستثمرين يكونوا توانسا معناها بشخطر شنخدموا على التونس قبل ببعض شنخدموا معناها على الأفريق بشنا قد نخدموا على الإدوكاسيون التعليم أول حاجة معناها بشنا نتلهايو سعب الزغار اللي عندهم صعوبات في التعلم ومبعض بشنا نمشي وننترسعه قبل هذا الكل خممتوشي في أنه تمشيوا لوزارة التربية وقالا سامحون هنا نعتذر منكم الحقيقة بالمفروض أن وزارة التربية هي اللي تتصل بكم حتى بشتهنيكم لأنه الاستحقاق هذية مهم برشة في المجال التربية في الحق المتاحة في الفلك المتاحة صار هذا سعوا لمصارش محمد عزيز مازال مصارش أما ما قاعدين يدرسوا فيه وبيش إن شاء الله هم تتصلوا بكم تتصلوا بكم حتى من وزارة التربية لا مازالوا مازالوا ما تتصلواش بكم تخموا أنتوما باش تتصلوا بيهم وتعرضوا تبسطولهم هل الإنجاز هذية المشروع إن شاء الله إن شاء الله يعني هنا نحكيو على العموم يقبل ما نحكيو على الخاص ويردة الفكرة محمد عزيز ويردة ويردة جدا به في الأثناء حب قوس صغير على الذكاء الاصطناعي يعني اليوم العالم يتحدث ذكاء الاصطناعي اليوم اللي ما يمنش وما يتقنش الذكاء الاصطناعي ولا ينجب يكون عنده نوع من التأخر هذا هو محمد صحيح صحيح الذكاء الاصطناعي كما قاعدين يقولوا برشة عليه اللي هو معانتها يعتبروا فيه وحش والغول راهو بالعكس راهو كيما أنت تنجم تمشي في الحاجة الخائبة كيما تنجم تمشي في الحاجة الباهية على الأخر معاناها تخيل أنت نجم تهتم كيما أحنا هتمينا بالأطفال متاع المصابين بالتاوحة تنجم تمشي البرشة رائح في المجتمع اللي هما مهمشين والنجم أحنا ندخلهم في وسط المجتمع ونعتبرهم معاناها نعطيهم قيمتهم كيما نقول ونتوحد ونسل كل باش قوي وتونس يعطيكم صحة لحقيقة أنا نجد تهانية لك محمد رجاية أيا أم الزين ومحمد عزيز أم الزين أخوات أنتم الزوز سهلة المأمورية هيني أخدمتوا في الدار يظهر لي وحدكم تواصل المشروع هكا أولي بيأسير كانت الحاجات اللي خليتنا نقدموا ممتاز وتوما أصحاب فينا المون الخامسة هكا أولي أصحاب ونحنا جيرين وجيرين جيرين يعطيكم صحة يا سيدي نحنيكم ونحني ثوني اللي ما أمكنوش نكون حاضر بينتنا ومعنا اليوم مرة أخرى محليهم شباب تونس نحن نقدم إن شاء الله كل مرة شورة إيجابية وناصعة من خلال هالعينات بعد النغم بعد لطيفة العرفاوي الإيقاع رياضي بامتياز على القناة الوطنية الأولى إيقاعنا رياضي بامتياز وخاصة وأنه اليوم الحدث الأبرز رياضيا هو المباراة بين المنتخب التونسي وفريق الملاوي بتبعى خالد معنا في الفقرة هذية بإمضاء صباح الفل والورد والياسمين خالص صباح الورد ناس صباح الفل والياسمين لكيفة متابعين إن شاء الله صحيح كما قلت ناس الحدث المنتظر اليوم هو مباراة عن صنة الوطنية أمام منتخب ملاوي تنقل صعيح بصحية الحقيقة معناها منتخبنا الوطني إن شاء الله منتخبنا الوطني معناها يقدم أداء ممتاز وخاصة يعود بانتسار ثمين اللي يخليه بالتحق بالصدر الترتيب يسبق اللقاء معنا من زملائنا في قسم الرياض تحية لهم الكل بهي خالد اليوم برشة نقاط أكيد برشة تساؤلات خصوص خاصة التشكيل متاع المنزح صحيح وقبل الغوص الغوصة لكل في حيثيات المباراة هذه الناس سعيد جدا مستضافة جميعنا الصحف في الإعلام الرياضي ريضا الخليفي سيريذا مرحبا مرحبا صباح النور ليك وسباح الخير الناس وكل المشاهدين سيريذا إذن سيريذا نحكيه على مباراة عن سرنة الوطنية اليوم تنقل السعيب إلى الملاوي خاصة أنه منتخب هذية معناه منتخب متميز وشنو رايك معناه في اللقاء هذية وشنو ننتظره عن سرنة الوطنية وخاصة اختيارات الفنية السيد جلال القادر بالفعل خالد مباراة اليوم مباراة صعبة وهامة ولا مجال المقارنة بينه وبين مباراة الجولة الأولى أمام صوتوين باعتبار وأن منتخب ملوي يلعب فوق ميدانه أمام جمهورة معناويته مرتفعة بعض الفوز اللي حقه خارج ميدانه كل هذه العوامل تجعل منتخبنا اليوم مطالب بالتركيز وبتوخي الحذر لكن رغم ذلك أعتقد أنه منتخب يملك منتخبنا يملك عدد مفاتيح للنجاح في هذه اللقاء أهمها عمل الخبرة بمثل هذه المنافسات نعرفه منتخبنا تقريب عنده مناخبرة كبيرة بمثل هذه من النهائيات وخاصة في المونديال كذلك زاد البشر الموجود على دمج جلال القادري إضافة إلى الروح العالية المعنوية العالية لللاعبين بعد الانتصار البهر على ساوتومين لكن خالد رغم ذلك كما نعرف كورة القدم وخاصة المنافسات المونديال ما تختاعش المنطق القوية والضعيف وأنما تخضع لحقيقة الميدان وكل ما نتمنى هو أن يكون اليوم منتخبنا في يومه أن يحسن استقلال الفرص يعني ما يشتوفر باشا فرص إن شاء الله يحسن استقلال الفرص وأن يعرف جيدا اللاعبين يعرف جيدا يجب أن يعرفوا اليوم للانتصار اليوم على ملاوي يفتح أمامنا أبواب المونديال على مصر حياة لأنه تقريبا نصدر المجموعة حتى من المعنوية المطرفات ترتفع وأعتقد أن الملاوي منافس جدي على بطاقة المونديال ومنتخبنا اليوم النتيجة الانتصار في ملاوي بالذات يفتح أمامنا أبواب الأمل كبيرة باشا صحيح سيريذا متراش الضغط بشيكون مسلط على منتخبنا الوطني أكثر من منتخب الملاوي خاصة بعد انتصار غيني الاستوائية البرح على ليبيريا بهدف لسفر وتمركز حاليا في المركز الأول بستة نقاط المعطى هذين من الجمشي أثر على مجرية المبارات هذا بالتأكيد عنده دور كبير لكن أعتقد كما قلت لك خالد أنه منتخبنا تقريبا عنده لتخبرة كاملة كبيرة برشا بمثل هذه المنفسات ولم يعد مجال لأنه الضغط تقريبا الضغط مسلط في كل المبارات منتخبنا أصبح عنده ثقافة الانتصار أصبح يعرف فيش يسافر يعرف فيش يجب المنفس المتاعه وفي اعتقادي أنه الجلال القادر اليوم بشي يعتمد على تشكيله تقريبا على حافظ على نفس التشكيله تسعين بالمئة تقريب زوز ولساة تغييرات بركب التشكيله هذا عامل مهم لأنه الانسجام بين الملاعبية يخلي ربما يأتي المفتاح هو أحد ما أهم مفتاح النجاح لأنه الانسجام بين الملاعبية وعنصر الخبرة هذا عامل مهم وعنصر قد يساعد منتخبنا لكن كما قلت يلزم التركيز الذيني مقابلة اليوم مقابلة التركيز أكثر من ومنتخبنا أفضل منه من جميع النواحي لكن يبقى عامل التركيز والضغط اللي منتخبنا يجب يتسلح بعمصر هنا التركيز صحيح سيري ذاق نحكيه على مباراة السابقة معناها متع الجولة الأولى ضد سوتهمية بانتقادات كبيرة للإطار الفني خاصة وبعض اللاعبين خاصة على مستوى الشوت الأول تقريبا ضيعنا برشة وقت لنوصلنا معناها سجرنا الهدف الأول حسب رأيك شنو البداية الأمثل والأصلح اللي عناصرنا الوطنية باش تدخل مباراة الملاوي كما يجب هو في الحقيقة لابد أن نعترف أنه إذا أردنا القراءة موضوعية في المباراة الجولة الأولى من ثوتهمية لابد أن نعترف أن منتخبنا كان خارج الموضوع خاصة في الشوت الأول لأن المنافس الحقيقة كان متواضع كنا نتمنوا أن تكون النتيجة بهرة وأن يكون الأداة لكن النتيجة حضرت فيما غاب الأداة اليوم منتخبنا مطالب أولا بحسب رأينا بالتوازن في الخطوط الثلاثة عدم المجازفة يلزم جس النبضة في البداية وعلى ضو الخطة التكتيكية للمنافس أعتقد أنه منتخبنا يلزم يكون في يومه خاصة في الشوت الأول ما يلزمش يقبل أهداف على الأقل الانتصال وعدم قبول الأهداف لأنه قبول الأهداف معناها خاصة في منافسة المونديال عندها دور مهم لكن رغم ذلك أنا نقول تيغتي كبيرة في عناصرنا الوطنية تيغتي كبيرة في الإطار الفني لأنه عامل الخبرة مهم في مثل هذه المنافسات وإحنا تقريبا نفقوا بارش المنافسة المنتخب الملوي تقريبا لا مجالة للمقارنة سواء على مستوى الخبرة على مستوى البهارات الفردية على مستوى عنصر المنتخبنا أصبح يعرف فيش يسافر يعرف المكتب الجامعي للمنتخب الوطني خاصة خالدون عاصمون ومنتخبنا تقريبا أسبق وصل قبل ملوي للعاصمة ملوي ومنتخبنا وصل النهار لحد بكري ومنتخب ملوي وصل تقريبا برح فجر وهذا عصر ومعطى مهمت مسحيح سيريزا نحكيه على غيني الاستوياء المتمركز لول بستة نقاط ثانية أيضا منتخب تونسي مناسبة مع الملوي تقريبا يظل البطاقة بطاقة التأهل انحصت بين ثلاثة منتخبات الزومة بالفعل شاطرك الرأي خالد لأنه في الحقيقة المنافسة بيشتكون بين ثلاثة منتخبات الملوي وغيني الاستويائية ومنتخبنا الوطني وخاصة بين غيني الاستويائية ومنتخبنا الوطني لكن رغم ذلك هنا تدخل لعنصر الخبرة كذلك عنصر الزاد البشري واحنا تقريبا لعبين في مباراة اليوم اللي كما قلت الانتصار اليوم يساوي معناها يفتح أمامنا الأبواب لأمل على مصر سيريزا نحكيه على ملامح تقريبا التشكيلة اللي بيشتكون جاهزة كانت تعطينا مثلا وجهة النظر متاعك لا في الحقيقة أهم عنصر في التشكيلة اليوم تقريبا زلال القادر يحافل على نفس التشكيلة بستثناء زوز تغييرات والمهم هو وأنه حافل على نفس التشكيلة خاصة في الدفاع وكذلك في وسط الميدان تقريبا نشوفه إحنا بشري المستعيد في حراسة المرمى كشريدة العاب بمريئة حطال بهضم معناها في محور الدفاع فكذلك العدوني والسخيلي تقريب ثنائي بامتياز هما أثبتوا جدارتهم بس ربما تغيير الوحيد هو بش يكون فرجاني الساسي فكذلك وفي خط الخزوم نعرف بتقريب الاخنيسي وهو بش يعوض جويني جويني كان يعاني من إصابة حادة ربما أثر تعليف المباراة الأخيرة أعتقد أنه الخزومي تقريب بونتا وكذلك الفرجاني الساسي نعرف وخبرته كل يلجم اليوم يقدم الإضافة في أعتقادي أن التشكيلة مناسبة جدا يظهلي خط الهجوم اليوم بش يحمل علاعاتكم معناها مسؤولية كبيرة وجلسيمة خاصة كما قلنا وسبق وقلنا بالفعل هذا صحيح خالد وأعتقد اليوم أنه منتخبنا مطالب كما قلنا بأعدم قبول أهداف ومطالب خاصة بالعودة بالنقاط الثلاثة لأنه النقاط الثلاثة اليوم كما تعرف يلمك الماتش لتربح البرة بش يكون عنده كهين بمثابة الست نقاط معنا صحيح سيري ذا قبل ما نختم معك ما نحبش نفوت الفرصة ونحكي يأكد مرة أخر أنه رغم الظروف الصعبة اللي تمر بها البلاد والرياضة التونسية عموما إلا أن الرياضة التونسية نشوفها حاضرة تقريبا في المناسبات الهامة في كل الاختصاصات بما في ذلك كورة القدم أعتقد أنه منتخبنا النهار لحد الفات صناع الموازل يعني أنتصر على منافسين هامين مثل الجزيرة مثل المغرب مثل المصر أعتقد بالفعل نحضر الاستمرارية خاصة الإطار الفني لأنه هذا الانتصار وهذا الإنجاز ربما يفتح أمامنا أبواب الأمل في التحديات القادمة باه ريزان نحن نحكي على توقعاتك من نتيجة مباراة الملاوية بتونس في الحقيقة أعطينا الأهم حاجة هو عنصر الفوز والنقاط الثلاثة لكن أعتقد أنه منتخبنا اليوم إن شاء الله يزب سيريدا مشكور جدا يعطيك صحة شكرا وشكرا للمسلمين إذن نيناز كما كنت تسمع سيريدا تقريبا وجهات النظر متقاربة بخصوص المباراة هذه كان نحكي على ترتيب مجموعتنا الثامنة هذه المؤهلة لتصفيات كأس العالم نحكي غيني الاستوائية في المركز الأول بستة نقاط بعد منتخبنا الوطني التونسي وعلى نظير الملاوي نحكي أيضا على تحكيم المباراة هذه بشي قود الحاكم تقول يجنما أكليسو كحكم ساحة أدستو دومينو كمساعد أول كباليفيا تبدو مساعد ثاني فيما سيكون الحاكم الرابع تيجو أتيسو كان هذا كل ما عندنا ناس معنا في المباراة نعود ونذكر مباشرة على القناة الوطنية الأولى انتلاقا من الساعة الثانية شكرا لك خالد أكثر معطيات إن شاء الله وتحليل مفصل استباقي بشيكون معا زملائي قسم الرياضة كما اذكرت نحن بش نواصل اللقاء إلى حدود الحالية عشر صباح معنا حسن دبيش مباشرة في نقطة خارجية صباح الورد صباح الفل وليس مين حسني 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 لا يقل يا عسام أنا نقول لك إيناس منيش عسام حسني معك الخط الصوت وصورة نسمعه فيك حسني صباح النور إيناس نحن الآن في كلية تسعة أفريل لحفور اليوم مبادرة يوم فقافي حول القضية الفلسطينية بجانبي ويصال بن مرزوغ طالبة للحديث على هذا اليوم ويصال كيف جاتكم الفكرة لتنظيم هذه المبادرة حول القضية الفلسطينية بالأحداث الي سايرة بالأكتواليتي باللي نشوفوه ديما في الأخبار وكل شي حابينا من المامبر منتاعنا هذية كطالبة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية نطرح موضوع كمان هذا الي هو سيجي ديورجانس نرىوه احنا ونحن ديجا كلوب جوب سيغ متاع سيسولوجي اللي يتلهيب تسكي السيجي داكتواليتي اللي قاعدين يسير وحابينا اليما نطرحوه وبيش نجيبو ديز انترونان اليوم بش حكيو عالقضيه هذي من ديفيران ترسبيكتيف من ديفيران باندفو من ديفيران زاكس والا المداخلية اليوم حكينا شنوال معتش كون بش يدخل في هذا اليوم الثقافي بيه اليما بش يكون فما بش تكون منهم المؤرخة مادام حاية عميمو الي بش تحكي وبيش تفكك بعض المصالحات في الحرب السهيونية ضد فلسطين وزايدة بش يكون فما الاستاذ في علم النفس وبيحث في علم النفس السيد معز السالمي الي بش يحكي نعلى العدوين على غزة وما قيلته زايدة بش تكون فما بحثة في علم الاجتماع مادام نسرين بمبل جيسم الي بش تحكي على الحرب ضد الديمغرافية الفلسطينية زايدة بش نلقاو المادام بان هي سوسيولوج وكريمينولوج لاتفا تيجوري إلي بش تحكي على المرأة الفلسطينية بين قرار الإبادة وإبادة وإبادة القرار دان كذو ما بش يكونوا لكاتر انتغفنان بتاعنا اليوم بش يجيوا بش يحضروا بش يحكيوا وبعد انتغفنان الكل بش يكون فما نقاش بش نقاش أما ديبا وإشانج بتاع الزيدي بين اللي ببليك واللز انتغفنان هيدو ما بش تجدد اللقاءات هذي ولا اليوم بركة من عرش أحنا ديجا العنوان متاعنا لتعتيد المشهد في محاولة منا لطرح القضية هذي ومن خليوهيش تتنسي بش يكون ديما فما لقاءات أشك فوا يكون فما جديد فما حاجة عنا سجيب شطر هو شحكيو فيه بش يكون ديما فما السيجي داكتواليتي هذي ديما موجود شكرا ويصال إيناس نخلي لك الكريمة شكرا جزيلا لك حسني دبيش وكل الفريق المرافق لك أحنا مواصلين بعد المنعرج الرياضي بش نعملوا منعرج من نوع آخر ثقافي وأيضا بش نحكي وصحة وجمال بعد النغم هذي نحكيو الثقافة نحكيو ملتقيات ونحكيو على ملتقى عنده جمهوره وخاصة أنه على مستوى دولي نحكيو على الملتقى الدولي للرواية العربية مع منظمة الرواية حفيظة قربيبان عبر الهاتف مباشرة صباح الفل سيدتي مرحبا صباح النور تحية لك ولكل المشاهدين العزاء شكرا لك على المداخلة قل لي مدام حافظة اليوم مرة أخرى كسبت الرهين والأصدائي اللي جينا تقول وأنه على الأقل بالنسبة للحضور وأيضا للمواضيع المتداولة حققتوا الأهداف المرجوة إن شاء الله الحمد لله خيرا أكتتم الملتقى دولي للرواية العربية في الدورة الخامسة عنوانه كان الوطن بالرواية العربية جراح الواقع ولعبة التحليل هذا الملتقى في الحقيقة نجاحه وأنه من البداية أردناه ملتقى مختلفا تنظف إلى مداخلاته الورشات المتعددة لاستقطاب الشباب ورشة للمسرح للرسب للسينارجو مثلا هذه المرة كان العرض المسرحي من الذي قام به تلمين أحد معاهد في هذه دورة بعنوان الطوفان كما أقمنا معا من ذلك الكتاب تحت عنوان اشتري كتابا تبرع لفلسطين تحت إشراف الهلال أحمد تونسي ممتاز احنا عنا بعض السور لبعض الورشات وبعض الجينب حضور الشباب كنقطة أولى اللي ذكرتها سيد تكتوى مدام حافظة اليوم شو أحبت تقوله من خلال الفنون هذه وتواجدها في الملتقة هل أنه الرواية هي العامل المشترك بين كل الفنون هذه هي الموحد للفنون كل ما أردناه من هذه الورشات هو أن يكون أن نستقطب الشباب لأن المهم ليس أن نقدم مداخلات لأساتذة وفي مستوى عالي فقط المهم هو أن نجعل من المدينة منارة ثقافية أن نستقطب الشباب الأقصال الكبار وأن يكون هناك تلاقح للفنون مثل ما هي الرواية الآن تستقطب كل الفنون فلماذا لا يكون ذلك أيضا في ملتقى حول الرواية يستقطب الفنون المختلفة من خلال هذه الورشات ومن خلال حضور الشباب في البداية لو سمحت أريد أن أذكر وأحيي الكتاب والنقاد الحاضنين في هذا الملتقى من مصر الدكتور نجم أسيد نجم من الجزائر الدين جلاوجي صاحب جائزة كترة السنة الماضية من المغرب ابنهيم أزوغ من ليبي عاش نصف من فلسطين توفيق صيام إذا فإلى الكتاب التونسيين الأجمال محمد القاضي عيد المؤذر مصرد أبو بكر نبيها العيسي سعدي بن سلم شخيان بنزين لذالة بيض ذا في لطيف ونكنت أستسألك مدام حافظة ونعرف القائمة تطول تحية لهم الكل علىها الحضور الدولي اللي حرسته أن يكون موجود وهو الملتقى بطبيعته ملتقى الدولي للرواية العربية يشع الملتقى مرة أخرى في دورته الحالية عربيا واليوم ولا عنده قاعدة جماهيرية في صفوف النقاد والمختصين وحتى في صفوف الجمهور من القراء فعلا والحمد لله وقد تنقى أننا وصلنا بهذا الملتقى إلى الدورة الخامسة وقد استضفنا عديد الأثماء المهمة سابقا على المستوى العربي وتونسي أيضا بالنسبة لهذه الدورة كانت فلسطيل حاضرة بامتياز ومركز عديد الورقات كما جاء في ورقة الدكتور إبراهيم أزوب أو أحمد بدرناوي يعني كان المنطلق الوطن ولكن الوطن أيضا نظرنا إليه من خلال ورقة الملتقى أو ورقة العمل من خلال عدة أسئلة كيف ينحف أسرد تحييل ملامح الوطن ما دور الرواية العربية الآن في تشكيل صورة الوطن لدى المواطن العربي ولدى الآخر أيضا وإنه فرصة مش نترح عليك نفس السؤال سيدتي الفاضلة اليوم أي دور للرواية وأي دور للروائيين والمبدعين والمثقفين بشكل عام في أنه الرسخ مفهوم الوطن في بعده ضيق الوطن وإلا الوطن بشكله العام يرسخه في ذكرتنا في هويتنا في وعينا الشعبي العربي الرواية الآن لها خضور كبير واهتمام من طرف النقاط ومن طرف القراءة أيضا لذا هي الآن تكتب تاريخنا الحقيقي تاريخ الإنسان تاريخ الأعباء لتاريخ الذي يكتبه المنتصرون والمؤرخون ولذلك فإن الرواية والكتاب الأدبية والفن عموما طريقة من طرق المقاومة لأننا نكتب الواقع نكتب الحقيقة ونكتب الشهادة مع عوالم التخليل التي تجعل تلك الرواية تقدم المدعى والإفادة والإضافة وهنا أنا أسألك على آليات وتقنيات الكتابة المعتمدة في الرواية لأن التقنيات تخلق فروقات كان نقارنوها مع الكتابة المؤرخ للكتابة التاريخية عوالم مختلفة زوز عوالم مختلفة شنو الآليات والأبجديات اللي تخلي وأن الرواية عندها الخصوصية متاحة في التوثيق وفي أنه تورينا الواقع بشكل مغاير الرواية لا تكتب لا تسجل ولكنها تنطلق من الواقع لكي يكون من المخيال إعادة كتابة لهذا الواقع وإبداعوا واقع جديد فهي احتراء قد تشكيل تختلف من كاتب إلى آخر وما لوحظ هنا في اختتام الملتقى مثلا هو تقلص حضور اليوتوب التي تجعل تقلص حضور جنوى عفوا اليوتوب اليسانية التي تجعل الوطن حجما وحضور المجتهى كما لوحظ أيضا الميل الجارف لجددات خاصة في رواية تونسية نذكر عنوين مثلا مدافلة محمد القاضي الوطن الكابود مدافلة الدكتور يشاند الزياسي الوطن الجحيل وهذا ما جعل الدكتور المصري الروائي السيد نجم يعبر عن دهشته وحيغته أمام هذا معتبرا أن رواية الحرب والمقاومة قد تكون نموذج لبنى مواقع أكثر إيجابية ممتاز نتصور أن الحديث كان ممتع وثري خاصة مع الحضور القيم اليوم دورة أسلل الستار عليها دورة الخامسة الملتقى الدولي للرواية العربية ماذا بعد أستاذة حفيظة أريد ما فيه تفكروا اليوم وأنا نعرف اللي ديما كل دورة يفكر لها يعني يتخذ وقتكم في التحذير وفي الاستعداد للدورة المهمة نحن مثلا في الملتقى هذا لا ننظمه كل سنة بل كل سنتين لأن المهم هو الإعداد الجيد المهم هو أن نقدم إضافة للمشهد الثقافي ليس طريعا أن نكرر ونوعيد مثلا نفس الأفكار أو نفس المضامين إذن بالنسبة لهذه الدورة أعتقد أن المفاجأة كانت في النهاية عند تكريمنا لكاتب ومبدع قدير وكاتب مثل ثلاث وهو الدكتور عبدالقادر بحاج نصر إذن ابتعد عن المشهد الثقافي ولكننا فاجأنا لها الجمهور بتقديمه شهادة قدمت إضافة وكانت إضافة حقيقية للملتقى وكذلك تكريم الأستاذ الروائي الفلسطيني توفيق فياض ما نفكر فيه في المستقبل المهم هو الآن أن الملتقى قدم قراءات متنوعة وعميقة شاهدة على واقعنا العربي المتازم الآن ولكننا نأمل أن نفضر قريبا كل هذه العمال عمال الملتقى في هذه الدورة في كتاب ونضيفه إلى الإصدارات السابقة للملتقياتنا التي كانت بداية من الملتقى من الملتقى الأول نشكرك برشا مدام حافظة شكرا على هذه المدخلة المزينة هذه الحقيقة عندي اتلاع ولو صغير على فعاليات الملتقى في دورة الخامسة مشرف للغاية المحاور والذيوف اللي كانوا حاضرين وخاصة حتى في ذكركم فما علاقة أيضا بين الرواية بين الواقع وبين الواقع والتلفزة وبعض الروايات ريناها في أعمال تلفزيونية رائعة نشكرك مدام حافظة وأدعوك ندعو سيد المشاهدين باش نشوفوا شوية من تفاصيل الدورة الخامسة هذية للملتقى الدولي للرواية العربية موسيقى 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 الجمال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنشاك والهناء والرشاك في هواك في هواك مداخلتي ستكون حول الوطن أو محكي الوطن في الرواية الفلسطينية وبدون شك يعرف الجميع أن الرواية الفلسطينية هي أبرز أشكال التعبير اتصالا بالواقع وبالمجتمع وخاصة في الظروف التي يعيشها العالم العربي وما تعيشه فلسطين تحديدا واشتغل على روايات جديدة صادرة خلال العقدين الأخيرين من الروايات الفلسطينية لكتاب مكرسين لهم يعني مدونة سردية واسعة وآخرين حديثي العهد بتجربة الكتابة الرواية وطبعا الرواية الفلسطينية مثل ما اعتبرها أنا هي الدرجة القصوى في الانفعال بالوطن وللوطن كتابة وإبداعا وأيضا يعرف الجميع أن الرواية الفلسطينية هي مهمومة بالقضية وهي رواية أطروحة وتقدم رؤية وتصورا لواقعها وإيضا هي رواية مقاومة لما يعني تعرفه فلسطين من استبداد وتهجير وتنكير بهذا الشعب المقاوم والمناضل ولذلك فإن مداخلتي تأتي في شكل تحية محبة لفلسطين وتضامن مع هؤلاء الإخوة مبدعين وغير المبدعين وكل الشعب الفلسطيني من بنزرت في منطقة الرواية الذين أشكرهم على منحنا هذه الفرصة لنحيي فلسطين من خلال هذا المنطقة اشتغلت اليوم في مقاربة لرواية عربية من لبنان هي رواية حبيبة مريم لدكتورة روائية هودا عيد وهذه الرواية وصلت إلى القائمة القصيرة منذ أسابيع في جائزة كتارا وإن كنت أنا كتبت عنها من قبل هذه الرواية تحاول أن تضع الإصبع على الجرح جرح الإنسان العربي وتحاول أن تكشف وتعري الأسباب التي أوصلت الإنسان العربي إلى ما وصلنا إليه وبالأساس فساد الأنظمة هذه الأنظمة الدكتاتورية التي في كثير منها حتى لا أعمم تحاول أن تحافظ على حضورها وعلى وجودها من خلال بيع القضية العربية عموماً والقضية الفلسطينية بوجه خاص والجرح الثاني هو الغرب الغرب الذي دائماً يفتح ذراعيه لكي يقدم لنا طعماً من أجل أن نكون ضحاياه من أجل أن نكون فرائص له والحقيقة أن الإنسان العربي يجب أن ينتبه لهذه المزالق وأن ينتبه لهذا المركز الغربي الذي يحاول دائماً أن يجعلنا تابعين له ليست لنا هوية ليست لنا ذات ليس لنا حضور مختلف عنه إضافة لمزالق أخرى ما زال يعيشها الإنسان العربي على مستوى المعرفة على مستوى الثقافة على مستوى الإبداع وبالتالي في الرواية التي قاربتها دعوة لصناعة الوعي في الإنسان العربي دعوة للعودة إلى الذات دعوة لفضح هذه المخاطر التي تتهددنا موتني موتني الشباب لن يكل مهمه ون يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الرقم ولن نكون للعداء كالعبيد كالعبيد شكرا لكم على المتابعة بدينا معكم التسعة عن تصباحة وصلنا إلى حدود الحدية عشر صباحا كل الفريق يتمنى لكم أحلى وأجمل الأوقات فريق نبشتراون على جينيريك النهاية أخرجتنا على الهواء نجوم حمودة رئيس التحرير بوبكر بن عمر وفي التنصيق خالد اليعقوبي شكري وامتناني لكل الزملاء دون استثناء الكل من ساهم في أن يكون عمنا صورة وصوت نأملوا أنهم يكونوا ممتازين نطلقوا غضوة في إذن الله اشتركوا في القناة